صباح الخير النهاردة هناخد اخر محاضرة في المحاضرة المحاضرة هتكون بعنوان factor affecting the skeletal muscle contraction واسناء المحاضرة هيكون في بعض الاسئلة اللي اتسألت هجاوب عليها في مكانها في المحاضرة طيب اول factor which affect the skeletal muscle contraction هتكون type of muscle fiber يعني النوع العضلة او المسل fiber نفسها نوحها ايه فهيقول هي ليها انواع طبعا ليها انواع ودي معلومات من الhistology طيب ايه الانواع بتاعتها اللي انا ممكن اقسمها اللي هتقسم لنوعين النوع الاول هقول عليه اللي هو النوع الفاست في عندي نوع فاست والنوع الفاست بقول عليه white color large muscle fiber ولو شفت الاجزامبل اللي تحتها كأنها البطارية الشحن بتاعتها لقيتها فاضية بدلالة على انها بتبقى easy fatigability يعني ايه يعني بتتعب بسرعة يعني العضلة دي عضلة كبيرة عضلة لونها white العضلة دي بيتحصل لها اجهات سريع ده النوع الفاست او النوع اللي هو الاول طيب فيه نوع تاني قال لي النوع التاني انا شايفها بالمقارنة بالنوع الاول فالمسل فايبر بتاعتي smaller than the previous one صغيرة شايفاها انها red in color شايفا البطارية بتاعتها انها لسه مليانة كتير ده معناها انها مش بتتعب بسرعة يبقى هنا هابتدي اقول ان انا بقى عندي نوعين فيه نوع فاست ونوع سلو طيب النوعين دول يتقسموا according to what وانا لازم افهم يعني ايه فاست ويعني ايه سلو المسل كلاسيفايد من حيث ال rapidity بتاعت ال contraction بتاعتها انها فاست وسلو على حسب activity of ATBs الموجود فيها انه يقدر يعمل split للATB ويعمل انقباط سريع في العضلة فبالتالي العضلات اللي فيها high activity للATBs بتكسر الATB بسرعة بتمد cross bridges بالانرجي بسرعة بيحصل فيها contraction سريع فبتتسمى الفاست مصل فيبر طيب والانواع التانية اللي هيكون فيها low activity للATBs هتكسر الATB بابطأ هيكون ال contraction بتاعي بطيء يبقى هنا انعين سواء الفاست او السلو انا فهمة انا قسمتها على حسب ايه هنا على حسب activity of ATBs enzyme طيب هقسم برضو المصل من حيث اعادتها لتكوين الATB الATB هو مصدر الطاقة عندي هو انا بحتاج الATB الATB ده حاجة مهمة اه طبعا ده حاجة مهمة جدا علشان اعمل contraction وعشان اعمل relaxation طيب هل الATB ده متخزن في صورته ك-ATB جوه العضلة وهل يقضيني ان انا اقدر اعمل contraction في العضلة او اعمل exercise لفترات طويلة فقال هو ما بيخلص بسرعة انتي عندك طرقتين تكوني بيهم الATB oxidative versus glycolytic الجزء ده جزء بيور بايو كيميستري الجزء ده كنا بنشرحه قبل كده لكن مع الانتجريشن ومع النظام الجديد فانت سامع الكلام ده في البيو كيميستري انت مش محتاج ان انت تسمعه بس علشان اتأكد ان انت متابع معي هشرح بطريقة simple توضح الفكرة او انا محتاجة افهم ايه او اعمل stress على ايه او ارجع الموضوع ده من ناحية البيو كيميستري ارجع في ايه عشان اقدر امشي في الفيسيولوجيا وهنا هتيجي اجابة للسؤال اللي كان حد من زميلكم بعده هقول الاول ان انا الATB اللي موجود عندي فيه كمية ATP بتبقى متخزنة inside muscle cell الATB ده استخدمته في حالتين في حالة الcontraction وفي حالة relaxation طب حد دي فكرني استخدمته امتى فيه الcontraction في الcontraction ان فكرة كويس ان احنا هنا اول خطوة اللي استخدمت فيها الATB كانت bending of cross bridges bending يعني cross bridges بتلاقيها التانت وعملت sliding thin filament over a thick filament سحبت thin filament toward the center of sarcomere فالsarcomere بتقصر فهنا هنا عملية bending استهلكة ATP جاءة لفصل ال cross bridges عن active site اللي موجودة في الاكتف قال لا ما هقدرش افصل اللي ما اعمل حاكتين لازم اعمل ريموفر للبروداكت اف اي تي بي هيدرولسز اللي هو ال اي دي بي والان اورجانيك فوسفيت واول لما مكان ده يفضى اجيب fresh اي تي بي مولوكيور مكانه فيبتدي يعمل detachment وسيباريشن ويرجع للوريجينال بوزيشن بتاعه ويبقى ready for new cycle طيب الا استخدمت فين طب انا لو استخدمت في ال contraction هل ال relaxation كان active ولا بس لا انا فكرة وخدت المحاضرة اللي فاتت انها كانت active process لان الكالسيوم اللي كان خارج من الساركو بلازمي كريتيكلم للسيتو بلازم of the cell وكان هو السبب في ال contraction علشان ادخل في relaxation لازم اعمله removal وكان ال removal بتاعه بان انا ارجعه للساركو بلازمي كريتيكلم باستخدام بامب كالسيوم ايتي بيز بامب فهنا لما اقول باستخدم بامب يعني انا باستخدم طاقة يعني الطاقة دي هنا استخدمتها في relaxation فال relaxation كانت active process وبالتالي باعملية contraction و relaxation اللي اتنين فيهم استخدام للاتب طيب الاتب اللي موجود في العضلة يقدر يقعد فترة قد ايه قال يقدر يشغل العضلة لو انا بعمل exercise لمدة بتتروح من خمسة لستة ثواني طيب هو في exercise هيخلص من خمسة لستة ثواني لانا حتى لو جريت ميت متر مش هيلحقوا يخلصوا في خمسة لستة ثواني ده اكتر عدقين بيجروا الميت متر والتسجيل الميت متر قالك ده عشر ثواني ده هي اقصى حاجة الناس قدر توصل لها فانا كده حتى لو انا بعمل رياضة معينة مش هتلحق تكون خلصت والاتب بتاعي خلصت فال sources اللي موجودة عندي في العضلة اللي هتبتدي تعيد بناء الاتب اللي عندي هيكون فيه اول source موجودة عندي اللي هو الكرياتين فوسفيت الكرياتين فوسفيت متخزن فيه العضلة حوالي ضعف او ثلاث اضعاف الاتب اللي موجود في العضلة الكرياتين فوسفيت بيعمل ايه بيروح يمد الاتب بواحدة فوسفيت الاتب اللي ناتج عن تكسير الاتب اضيف له واحدة فوسفيت بوان ستيب على طول يكون للاتب ويبقى ده الامديد source for الاتب طيب كويس او ان عندي كرياتين فوسفيت جاهز طيب ما هو برضو هيقعد فترة قد ايه هيقعد فترة او هيكمل على الاتب فترة هتتراوح من عشرة لخمستاشر سنة والاتنين مع بعض دول الاتب والكرياتين فوسفيت بنسميهم الفوسفاجين سيستم والفوسفاجين سيستم على بعض يخليني اقدر اقوم بمسكرر ايكسرسايز بيتراوح من عشرة لخمستاشر سنة فعشان كده الزميلة اللي كانت بتسأل منكو لو انا هجري ميت متر هيبقى source of energy عندي هيكون جاي منين هل جاي من الاتب الون طب ايتي بي الون لأ ما يقضنيش خمسة لستة سواني علشان انا اجري واجري ميت متر فمهما جريت الميت متر اقل لمدة اللي هي العشر سواني فانا هلجأ ان انا استخدم كرياتين فوسفيت فهنا كرياتين فوسفيت مع الاتب اللي استخدمته اللي هما الفوسفاجين سيستم فهتكون الاجابة بتاعت السؤال اللي كانت بعتها اللي هي فوسفاجين سيستم اللي هيك بتسأل اجري ميت متر تستخدم ايتي بي انلي ولا استخدم فوسفاجين ولا استخدم اللي هما لأ هتستخدم الفوسفاجين سيستم لأنه هيوصلك من 10 إلى 15 سنة طيب بعد انتهاء الكرياتين فوسفيت مين تاني سورس أوف انرجي جوه العضلة العضلة والله يقل إن هي العضلات بتبقى مخزنة الجلوكوس في صورة جلايكوجين المص الجلايكوجين ده بيتحول للجلوكوس وبعملية الجلايكولوسيز الجلايكولوسيز باستخدم فيها 2 ATB في غياب الأكسوجين فبيديني 4 ATB الله ده انت استخدمت 2 ودتني 4 يعني أنا ما استفدتش منك غير 2 يعني كمصدر للطاقة بيبقى قليل آه بس أنا بمدك بالطاقة وممكن هنا مدك بالطاقة المدة بتتراوح من 30 إلى 40 سنة طيب لو أنا كان عندي الجلوكوس اللي هي أو المص الجلايكوجين خلص ممكن أجيب منين الليفر برضو بيبقى مخزن اللي هو الجلايكوجين وممكن عن طريق البلات يوصلني جلايكوجين وممكن إن أنا يبقى مصدر لي وأكمل طيب هو ده سيء واللي كويس قال لي لا ده الجلايكوجين دي مش كويسة لأنها بتتم في غياب الأكسوجين وفي غياب الأكسوجين أنا بلاقي هنا لما ما بيكونش في عندي أكسوجين فالإند بروت ده بيكون أكيوميليشن أفلاكتك أسد واللاكتك أسد بتسبب سيفير أسديتي وبتعمل بين وتخلي الشخص يدخل في فتيج بدري يبقى العضلة اللي هي بتشتغل بالجلايكولوسيس هتبقى إيزي فتيجابلتي أو تدخل في فتيج بدري طيب إيه بقى الأذر سورس قال لي الأذر سورس هيكون أو اللي هي الثالث حاجة هتكون الأكسيديتف فوسفريليشن طيب وأكسيديتف فوسفريليشن دي معناها إيه معناها أن أنا عندي الميتوكوندريا هتاخد النيوتريانت لايكولوكوز أو تاخد اللي هو الفاتي أسد أو تاخد اللي هو الفات واتدخله وتاخد أحيانا البروتين لو أنا أحتاجت هتدخل في الميتوكوندريا وبالأكسيديتف إنزايمس قدر أكون الأيتي بي طب بتديني قد إيه أيتي بي قال بتدي كمية كتيرة من الأيتي بي هي بتستهلك اثنين أيتي بي وبتديني أربعين أيتي بي موليكيولز أربعين أيتي بي موليكيولز يعني وهي استخدمت اثنين يعني كأنها ديتني ثمانية وتلاتين موليكيولز دي كمية كتيرة يبتدي إنرجي كتيرة وبتديها في وجود الأكسجين الله طب ده سورس كويس السورس ده أقدر أقول عليه unlimited source أو اللي هي unlimited time للإنرجي هتفضل الإنرجي موجودة طول ما عندي نيوتريشن وطول ما عندي أكسجين أبلاب ولي بقى طول ما في نيوتريشن وفي أكسجين موجود هفضل أقدر أعمل إيه هفضل أقدر أعمل اللي هو الأكسجين موجودة وريليز للإيتي بي طيب العضلة اللي هي هتعتمد على الأكسجين في فوسفوريليشن إيه الخصائص بتاعتها؟ العضلة دي لازم تكون فيها أكسجين باستمرار يعني الأكسجين لازم يكون موجود عشان نعمل أكسجين في فوسفوريليشن طيب يبقى العضلة دي لو شفتها في الهستولوجي هيقول لي فيها كمية كابيلرس كتيرة طيب وفيها إيه كمان؟ طيب ده الكابيلرس فيها عدد الميتوكوندريا تكون كتيرة الإنزيم اللي هي بتاعت الرسبيراتوري تشينز اللي بتكون للإيتي بي بتكون كتيرة فيها مادة كمان المادة دي بقول عليها كلمة المايو جلوبين المادة الحمرة يبقى العضلة التأسيمة التانية هقول إن فيه فيبرس بتستخدم الأكسجين ببصوية اللي هي الأكسجين بفايبر بقول عليها الريد فيبر الريد لإن فيها كونسنتريشن عالية من المايو جلوبين المايو جلوبين بيدي العضلة اللون الأحمر الديكن ده والعضلة التانية اللي ما فيهاش مايو جلوبين كتير فهتبقى اللي هي الويت مصر طيب العضلة اللي هي فيها المايو جلوبين دي عضلة استخدمت اللي هي الأكسيديت ببصوية العضلة دي اللي هي اللي سلو اللي سلو اللي أنا لسة أيلة دلوقتي إنها إيه؟ سلو يعني إيه؟ سلو يعني الـ ATB's activity بتاعتها قليلة يعني معدل تكسير الـ ATB بيبقى أبطأ الـ contraction بتاعتها بتبقى بطيقة طيب هي ليه؟ لونها أحمر لونها أحمر لأن فيها المايو جلوبين والمايو جلوبين ده شبيه الهيمو جلوبين ولو أنتوا تعرفوا الهيمو جلوبين ده اللي هو carry oxygen اللي موجود فيه الـ RPCs وبيدي لدم اللون الأحمر فوجوده في العضلة بيخلي العضلة هي كمان تاخد اللون الأحمر وبيبقى source لأكسجين بيمد العضلة بالأكسجين وبيسرع مرور الأكسجين للعضلة فالعضلة هنا محتاجة تشتغل بالـ oxidative process محتاجة أكسجين فالمايو جلوبين بيمدها بالأكسجين طيب أنا ذكرت الحاجات دي ليه أو قلتها ليه؟ ده أنا دخلت جزء histology وجزء biochemistry قبل ما ابتدي الكلام اللي موجود عندي في الكتاب الكلام ده كله مش موجود عندي في الكتاب مش موجود لأن ده background أنت خدتها من histology ومن الـ biochemistry فلما تيجي تفهم الكلام اللي موجود في الفيسيولوجي عندي في الكتاب هلقيسها في الكتاب قال لي إيه؟ قال لي أن أنت هتقسم الـ skeletal muscle fiber لنوعين النوع اللي هو الأول ده اللي هو سميه الـ slow slow muscle fiber أو سميتها type 1 muscle fiber يبقى هنا slow أو type 1 وأنا حطيت هنا جانب slow oxidative fibers يبقى أنا أديتك معلومات كتيرة جدا من السطر ده لو أنت أحفزته أديتك هنا المعلومة اللي عندي أن هي type 1 هي slow oxidative fiber هي العضلة اللي هي الرد يبقى أنا عندي اللي هي الرد ايه؟ الرد muscle طيب أقول إيه تاني عنها؟ عشان أوصفها فهقول إنها small red fiber ده الوصف بتاع الهستولوجي بتاعها small red fiber طيب تاني حاجة هقول الـ contraction بتاعتها slower contraction speed طيب أنا كفيسيولوجي فهمت إيه من إنها contraction بسرعة بطيقة فهمت إن الـ activities بتاعت الـ ATBs بتاعتها بتبقى قليلة فهمت إنها بتكسر الـ ATB ببطء فهمت إن الـ contraction بتاعتها بتبقى slow طيب هي لما اعتمدت على source of energy بتاعتها أو الباثوي عشان تعمل D-synthesis للـ ATB اعتمدت على oxidative path way طيب oxidative path way عندي اللي أنا اعتمدت عليه علشان أعمل oxidative path way محتاجة إيه؟ محتاجة oxygen باستمرار ومحتاجة mitochondria ومحتاجة enzymes اللي في الميتوكوندريا يبقى أنت محتاج مواصفات العضلة اللي يكون فيها إيه؟ تكون reach capillary subli فيها ميتوكوندريا كتيرة فيها respiratory enzymes كتيرة طيب محتاج other source للـ oxygen كمان موجودة عندي فتبقى عندي اللي هي myoglobin المادة الحمراء اللي موجودة فيها اللي هي شبيهة بيه الـ hemoglobin ودي اللي هتدي الـ color الأحمر بتاعي اللي هو اللي موجود فيه العضلة طيب محتاج إيه كمان؟ محتاج أعرف إن العضلة اللي هتبقى الـ contraction فيها slow اللي استخدمت الـ oxidative busway ما بيحصل لهاش فتيج easy ليه ما حصل لهاش فتيج؟ لأن في وجود الأكسجن عندي أنا الميتاب لايتس اللي بتتراكم عندي CO2 and water والCO2 بخرجه بالrespiratory system والووتر فما عنديش أسيدتي علي تدخل المصل في فتيج بدري فهنا النوع ده من العضلات أو اللي هي red fibers دي بتبقى مناسبة للناس اللي بتلعب الرياضة اللي هي بتاعت الماراثن الماراثن دول اللي هما اللي بيجروا مسافات طويلة ده اللي بيجري مسافات طويلة يمكن بيعودوا أميال بيجروا طب ما ده ما بيتعبش ما بيتعبش ليه بسهولة ما فيش تعب بيجروا بسهولة لأن هون نوع العضلة بتاعته قلنا عليها الريد فايبر والريد فايبرز دي اللي هي بتستخدم الاكسيديت باسويه وفي وجود الاكسيجين ما بيحصلش اكيوميليشن للاكتك أسد لان الميتابولايتس بتاعته CO2 وووتر فبالتالي ما بتخلش فتيج بدري طب في جسمي العضلات دي بتبقى موجودة فين العضلات دي هي العضلات اللي هي بتخليك سابت في البوشر بتاعي أنا وأنا قاعدة على المكتب فترة طويلة عندي المصل بتبقى في عملها لساعات طويلة وانا واقف فترة طويلة والعساكل اللي وقفين في الشارع الزباط اللي بيقفوا في الشوارع لفترة طويلة الناس اللي شغلنتها فيها بتقب فترة طويلة بالسوليس مسل فدي بتقب فترة طويلة في الكونتراكشن بيستمر فترة طويلة وبزود اللي هي الفتيج ايزي فدي النوع بتاع العضرة بتاعتهم انه هو يبقى انا هنا بدايتي الكلام عندي ان انا عرفت انها ومش محتاج احفظ فيها او افتكر فيها غير انها كانت بعد كده كل الكلام انا بقيت فهمها اكتر من ان انا حافظها فقدر اسمع الكلام اللي موجود عندي في الكتاب بس سمعته انا فهمها ان العضرة الصغيرة اللي كانت لونها احمر اللي كان الشحن بتاعها ده خلص ببطء اللي هي عشان كده هي مش فاتيج ايزي فكانت دي بتعمل والتاني حاجة اعتمدت عارة الاكسيديت في باسوي فبقيت اشوفها في الهيستولوجي النهم ليانا كابيلرز كتير فيها ميتوكوندريا كتير فيها انزيم كتير فيها المادة اللي هي المايجلوبين وان هي دي بتبقى العضلات اللي موجودة عند الناس اللي هي او اكتر ما احنا هنعرف دوقتي المسل فيبرز دي لما اعمل ترينينج ممكن ازود عددهم في العضلة فهنا دي ليه للناس اللي هما بيجروا مسافات طويلة اللي قولنا عليه المرث طيب لو بسيت للنوع التاني من العضلة والعضلة دي بتبقى اللي هي باللون البهتان ده اللي هي اللون اللي هي بيقول عليها ويت مصل فيبر وهقول عليها الفاست جلايكوليتيك فيبر وكتب لي جنبها انها طيب تو بي طيب تو بي دي هستنى عليها شوية لان طيب ما عندي طيب تو فانا عارفت طيب وان طيب وان اللي هي اللي سلو طيب تو هتبقى الفاست طيب يعني ايه طيب تو بي لما كمل هفهم يعني ايه طيب تو بي الفاست جلايكوليتيك فيبر اول وصف ليها هقول عليها انها ايه لارج ويت فيبر بما انها ويت فكمية الماء جلوبين بيها اللي موجودة فيها قليلة طيب تاني حاجة عندي انها ايه لانها هنا كتب لي انها فاست فهي في فاست كونتراكشن فاست كونتراكشن يعني ايه وهي اكتيفتي للاتب وفيه سبلتنج للاتب وبقى مد الكروس بريجيس بالانرجي بسرعة واللي هي المصل او العضلات دي عندي بتعمل سريع فدي بتبقى اللي هي الفاستر كونتركشن طيب فاستر كونتركشن اعتمدت على ايه السرعة دي كمان السرعة دي لو شفت في الهيستولوجي هتلاقي ان الساركو بلازم كريتيكلام بتاعتها ومليانا الكالسيوم كتير مخزنا كالسيوم كتير والكالسيوم بيخرج بسرعة فبيبقى ده فاكتور تاني ممكن بضيفه اللي هي سرعة الانقباط بتاع العضلة فهنا اللي هي فيها ساركو بلازم كريتيكلام بيعمل رابد ريليز للكالسيوم وبيسرع من عملية الكنتركشن طيب الاقي فيها ايه الاقي فيها كونتينتة عالية من الجلايكوليتك انزايمز ولاقي فيها كمان جلايكوجين متخزن كتير طب الله هي ليه كده لان انت ناسي ان انت حطيت هنا انها فاست جلايكوليتك فيبر وانا حطيتها لك هنا في بدايتي وانا بسامي العضلة علشان تفتكر ان انا ما قلت فاضط فهي العضلة السريعة عضلة سريعة يبقى ايه تيبيز اكتيفتي عالي يبقى هي بتاعها بسرعة طيب جلايكوليتك يعني استخدمت اللي هي الباصويه بتاع الجلايكوليسيس ده من كلمة جلايكوليتك هطلع بقية الكاركتر بتاعت اللي هي المصل فيبر ايه الكاركتر بتاع المصل فيبر اللي طلعتهم ان الجليكوليتك انزيم والجليكوجين ده بيبقى كتير في العضلة طيب ممكن اطلع ايه كمان من الكلمة دي ان انا هنا الحاجات اللي كانت خاصة بالاكسيديت في باسوي مش موجودة عندي فلاقي كمية كابيلرز ومية كونتريا والرسبيراتري انزيم دول قليلين طيب الاقي ايه كمان الاقيها بتتعب بسرعة الله طيب وهي اللي الفتيج بيحصل بسرعة او فاست ارجع افتكر من البيو كيمسري ان الجليكوليتك باسوي اللي هو عملية الجليكوليسيس بتتم فيه غياب الاكسيجن ولما يكون الاكسيجن مش موجود فبيبقى الاند برودكت هو اللاكتك اسد واللاكتك اسد الاكيوميليشن بتاعتها بتدخلني بفتيج سريع طيب العضلات دي موجودة فين في جسمي والله في عضلات سريعة اللي بتعمل والعضلات اللي بتعمل دايما بقول عليها عضلات العين اللي هي الاكسترا اوكولور مصل والعضلات بتاعة الهاند اللي هي هنا في الفينجر مصل فدي العضلات اللي فيها الفاست جليكوليتك فايبر والفاست جليكوليتك فايبر قلت عليها انها طايب 2 بي فايبر يبقى لما راجع على حسب الكلام اللي موجود عندك في الكتاب هتقول ان انا عندي الاكسيديتف سلو طايب اللي هي طايب 1 يبقى اللي سلو طايب 1 وهو قال لي هنسميها اوكسيديتف طيب طيب النوع التاني اللي موجود فاست طيب الفاست طيب هنا انا عندي قلت ده فاست جليكوليتك طيب وجليكوليتك طيب اللي هو الفاست اللي هي الوايت مصل فايبر قلت عليها انها طايب 2 بي ليه قلت عليها طايب 2 بي لان هلاقي فيه في النص بين اللي هي السلو والاكسيديتف والفاست جليكوليتك هلاقي فيه عضلة فاست فاست يعني فيها الاكتفتز بتاع الايتي بيز عالية الكنتراكشن بتاعها سريع وفي نفس الوقت استخدمت الاكسيديتف باث فيه استخدمت الاكسيديتف باثويدي زي السلو يبقى لونها بقى احمر لان فيها مايجلوبين فيها كابيلاريز كتيرة فيها الميتوكوندريا فيها الريسبايراتوري انزايم يبقى دي فيه نوع من العضلات خدت الميزة اللي هي هنا من الفاست وخدت واحدة من السلو اكسيديتف فهتبقى في الكاركتر بتاعتها وسط بين الاثنين ودي بقول عليها اللي هي طايب 2 اي فايبر فيبقى ما نشوف طايب 2 بي يبقى لازم معرفة انه كان فيه ايه والاي ده هو الانترميديات بين الاثنين طب احنا العضلة في جسمي يطرى فيها نوع مثلا اللي هي عضلة تبقى فيها السلو اه فايبر عضلة تانية فيها فاست جليكوليتك فاست اكسيديتف لا العضلة بتكون فيها تلات انواع من تلات انواع من المصل فايبر موجودين في كل عضلة وطبعا اكوردنج للفونكشن اللي بتقوم بيها العضلة يعني لو هي عضلات الخاصة بالباك العضلات اللي موجود فيها الليج العضلات اللي هتبقى كونتراكتد فور لونج ديوريشن فيبقى فيها اكتر اللي هم اللي سلو طيب لو في حاجة اللي هي الفينجر في الاي فيكون فيها العدد الاكتر من اللي هو الفاستجليكوليتك طيب يا ترى الفايبرز دي ممكن حاجة تيجي تغيرها هي بتبقى جينيتكس وموجودة عندي لكن في عوامل بتغيرها العوامل اللي بتغيرها مثلا منها السن لما انت تكبر في السن ممكن بيبتدي يقل عدد اللي هي الفاستجليف ويزيد عدد الاسلو فايبرز لو انا واحد هلعب اكسرصايز معين لو انا هكون العدقين اللي هيلعبوا اللي هي الجري ميت متر السريع يبقى هنا هعمل ايه هزود من الفاستجليكوليتك فيبرز لكن لو انا هلعب اللي هي الماراثن يبقى هنا من الترينينج اللي انا بعمله فممكن يزيد الزو اوكسيداية في فيبرز يبقى فيه variation فيه consideration في number of muscle fiber. يبقى اول فاكتورس افكتنج المسل آآ كان هو الطيب of muscle fiber. نوع المسل تاني فاكتورس ممكن نفتكر ونجمع الاتنين مع بعض او احنا نعمل مقدمة الاتنين مع بعض. فاكتورس هتبقى related للستيميلاز. هو المؤثر او ننبه لابعاته للعضلة عشان العضلة دي تعمل contraction. طيب هيكون عندي ايه في الاستيميلاز? strength of stimulus او frequency of stimulus. strength of stimulus كلمة مفهومة اللي هي الانتنستي بتاعت الاستيميلاز او قوة الاستيميلاز اللي انت بعته. استيميلاز قوي ولا استيميلاز ضعيف ولا انا بعت استيميلاز اخباره ايه? طب يعني ايه كلمة frequency of stimulus? frequency يعني عدد في زمن معين. يعني انا مثلا عندي في one second بعت one stimulus single الاستيميلاز? ولا بعدت بدل ما بعد واحد بعدت خمسة? ولا بعدت عشرة? يبقى دي كلمة frequency. انا بعدت واحد في ثانية او اتنين واربعة في ثانية او خمسة واربعة في ثانية او عشرة واربعة في ثانية فدي كلمة frequency. هبتدي هنا اقول الكلمة اللي كانت مدايقاكم وسألتوا عليها يعني ايه تنشن بتاع المصل? عشان انا هرتب عليه كلام جاي. تنشن للمصل لو انتوا فاكرين الخطوات بتاعة المصل اللي احنا تكلمنا عنها في المحاضرة اللي فاتت. بدأت اقول انه عندي اربع خطوات وحتى لو رجعتوا المحاضرة هتلاقي عنوانهم. العنوان الاول اللي هو البروباجيشن او البروباجيشن او اكشن بوتينشل في التي تي بيول والريليز اوف كالسيام اينز من الساركوبلاس بكريتيكيلم. طيب والعنوان اللي كان بعده ان انا اعمل اكتيفيشن للمصل بروتينز. كلمة اكتيفيشن ان الكالسيام اللي خرج من الساركوبلاس بكريتيكيلم. يمسك بالتروبونين سي ويحرك التروبو ميسون ويبتدي الاكتف سايد اللي على الاكتن تبقى اكسبوز ويمسك فيها اللي هي الكروس بريتز. الخطوة التالتة هتلاقوها هي كلمة جينريشن اوف تينشن. جينريشن اوف تينشن اللي هي اللي تحتها او انكلود الاربع خطوات. بايندينج وبيندينج وديتاشمنت وديتير. بايندينج انك مجرد ما عملت اكسبوجر للاكتف سايد اوف اكتن. على طول الاقي الكروس بريتز لزقت في البايندينج سايد او الاكتف سايد. وبعد ما لزقت فيها راحت متنية وعمل البيندينج. وبدأت هنا مع البيندينج تعمل ايه? راحت عامل سلايدينج للثين فيلمنت. شايفين في الشكل هنا? سلايدينج للثين فيلمنت. وقربتها من ناحية من السنتر اوف ساركومير. فالعضلة دي اسرت. العضلة دي اسرت يعني العضلة دي حصل فيها كونتراكشن. الفورس اوف كونتراكشن تقدر تفهمها على انها هي كلمة تينشن. يبقى كلمة تينشن. ده التينشن هو الفورس اللي هي ديفولوب نتيجة اللي 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 الل عرفها من قيمة التنشن which developed in this muscle فهو بيعبر اللي هي التنشن أو الفورس بيعبر عنها بكلمة تنشن طيب السؤال اللي أنا هقوله بقى بعدت استيميلس وعايزة أعرف الاستيميلس ده لما هيجي للعضرة يا ترى هيعمل كنتركشن في العضرة كلها إذا هول يعني هنا لو أنا بدأت أبعد استيميلس بسترينس مختلف اللي هي الهدرس السترينس أو في استيميلس وهشوف الأفكت بتاعي على العضرة إذا هول هل ممكن أعمل كلمة جريديشن ليه التنشن which developed in this muscle طيب أنا عارفة هنا كلمة تنشن خلاص تنشن بقت بالنسبة لي مفهومة كلمة تنشن هي الفورس of contraction اللي عندي طيب يعني إيه كلمة جريديشن جريديشن يعني تجزئة ليه التنشن which developed in this muscle فقال لي هنا بص كده وفتكر من الهستولوجي هي كانت العضرة عبارة عن إيه العضلة هي covered by sheath of connective tissue وبعدين جوه متقسمة ليه المuscle cell bundle اللي هي دي في هنا bundles جوه وسيباليت ده هي اللي هي الconnective tissue وداخل كل bundles في عدد من اللي هي المuscle cell أو اللي هي المuscle fiber طيب هي العضلة دي لما هتعمل contraction كل المuscle fibers اللي فيها هتبقى contracted at same time ولا ممكن بعضها يبقى contracted وبعض الآخر relax فهقول أنا بقدر أعمل جريديشن اللي هي التجزئة ليه الcontraction بحكتين أول حاجة بإن أنت تغير number of muscle fiber contracted طيب أغير number of muscle fiber contracted وأغير إيه كمان؟ ممكن أغير tension which developed in each muscle يبقى أنت هتغير حاجتين هغير هنا tension دي أول حاجة أنا ممكن أتحكم فيها tension of contracting muscle fiber وهغير مين؟ وهغير اللي هو number of muscle fiber طيب هغيرهم إزاي اللي اتنين؟ هيبتدي يقول لي والله علشان تتحكم فيه اللي هي tension أو تعمل tension لازم تفهم point معين أفهم أن العضلة عندي عبارة عن عدد من muscle fiber دي العضلة فيها عدد من المصل fiber يعني هنا ممكن أقول فيها أدي تلاتة وأدي تلاتة ستة واتنين عندي اللي هي يبقى تمانين لو أنا وأقدر ده وعندي عضلة فيها تمانية muscle fiber العضلة دي هبعت لها nerve واحد يعمل contraction فيها هذا هول ولا هي بتعامل معها إزاي؟ فقال لي العضلة دي عشان تعمل contraction أنت بيجي لك من spinal cord اللي هي motor neuron motor neuron بتبعت along الأجزن بتاعها وإحنا فاكرين وعارفين إن الأجزن نهاياته اللي هي terminal end بتاعتي هتروح كل terminal end هتروح للsingle muscle fiber يبقى لو شفت النيرون دي neuron number one دي بعتت الأجزن والterminal end قدت لتلاتة muscle fiber طيب النيرون number two هنا راحت بعت الأجزن قدت ل another three muscle fiber تلاتة muscle fiber تانين مختلفين تماماً طيب number three قدت لاتنين يبقى هنا العضلة دي هذا hole كان وصلها تلاتة motor neuron بعتين للمسل fibers بتاعتها طيب هنا كل وحدة motor neuron و المسل fibers which supply by it هسميها كلمة motor unit يبقى عندي motor unit اللي هي الوحدة بتاعت اللي هي الوحدة دي بتتكون من إيه الوحدة دي تكونت من motor neuron وال fibers اللي هي عملت لها supply طيب أقول هنا يا ترى number of muscle fiber في كل motor unit هيبقى عدد سابت يعني هقول إن كل neuron مثلاً هتدي عدد اللي هي motor neuron هتدي مثلاً اتنين أو تلاتة muscle fiber قال لي لأ number of muscle fiber bare motor unit ده number متغير ممكن يتراوح من أربع أربعة fibers several hundreds من الفيبر according الإيه والله قال على حكتين قال لي على حسب المصل دي المصل دي بتعمل control fine movement هي بتعمل movement دي كلمة fine هنا يعني movement precise movement delicate movement مهارة عالية حركتها محسوبة قوي زي مثلاً حركات المصل بتاعة الفينجر أو المصل اللي هي موجودة في ففي الحالة دي ألاقي الموتور unit في عدد من المصل fiber منت يتراوح من 3 إلى 6 muscle fiber في كل motor unit يعني كل واحدة motor neuron بتبعت الأجزم بتاعها ينتهي مثلاً بحوالي 3 أو 4 terminal end تدي 3 أو 4 muscle fiber طيب لو بصيت لعضلات كبيرة زي العضلات اللي هي شايلة الويد بتاعنا اللي هي بتعمل البوشر بتاعنا وتحافظ عليه عضلات الثاية عضلات الهب ده لو شفت مصل متكونة من ألاف من المصل fiber الألاف من المصل fiber دي هي هنا لما حتى بتقوم بحركة فالحركة دي كلمة course movement يعني حركة ما هياش حركة دي حركة يعني just for bearing الويد ما فيهاش مهارة فهنا control movement فهلاقي إن أنا بلاقي إن الموتور unit فيها كل واحدة موتور نيرون ممكن تدي من 100 ل200 muscle fiber فلاقي الموتور unit بتاع هقول عليه large motor unit يبقى motor unit كبير فيه من 100 ل200 طيب استفدت ايه من معلومة الموتور unit قال لي هنا علشان تعمل gradation اللي بتقول عليه مش فاكرة gradation يعني ايه gradation يعني اجزق tension ده يعني ايه force of contraction أنا مرة عايزة اشيل مثلا ورقة مرة عايزة اشيل حاجة قتلة شوية كتاب مرة عايزة اللي هو كيلو اشيل عشرة كيلو طب في كل مرة نفس tension انزا ماصر هيكون ذا سيم لأ طيب هو لما حب اشيل حاجة خفيفة هعمل tension اقل اشيل حاجة تقيلة هعمل tension عالي فهعمل ايه هقول هنا بص للإجزامبل اللي قدامي لو انا مسلا هشيل ويت والويت ده كان قليل فالسين اس هيبعت يعمل الموتور نيرون اللي هي اكس والموتور نيرون دي بتدي سبلاي دي كام واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة بتدي خمسة ماصر فايبرز اهم الخمسة ماصر فايبرز دول والموتور نيرون دي بسميها الموتور يونت الموتور يونت اكس ده بيدي tension وده tension اللي ناتج من اللي حصل في طيب لو انا تطلع قليل والله وانا شايل لويت اعلى من كده طيب ممكن اعمل ايه او يقولك استدعي النيرون التانية طيب ابتدي اعمل للنيرون اللي هي النيرون واي طيب النيرون واي دي لما تبقى اكتيفيت دي عاطية كام ماصر فايبر دي عاطية سبعة ماصر فايبرز فهنا التنشان علي فالتنين مع بعض لما يشتغلوا يبقى كأني عملت في اتناشر فايبر فالتنشان عندي زاد لما التنشان يزيد اقدر ارفع الويت يبقى انا هنا عملت ايه علشان ارفع الويت وازود التنشان عملت يعني ايه كلمة يعني زيادة في عدد الموتور يونت الموتور يونت اللي هو الموتور نيرون والأجزن والفيبر اللي اديهم فكان عندي هنا موتور يونت اكس عطيني خمسة فيبر بس وعطيني التنشان القليل السبعة بيدي التنشان ده العالي شوية طب لما الاتنين يبقوا مع بعض اعمل خد التنشان اعلى فهنا عشان اعمل التنشان قوي الفينومن دي لازم اتعرف ان اسمها موتور اللي بيحصل لو العضلة دي بتقوم عن العضلة الكبيرة العضلة اللي هي بتقوم او العضلات اللي هي عضلات صغيرة زي العضلات بتاعة العين وعضلات بتاعتي بتاعة الفينجر عدد المصل اللي موجودة في كل واحدة موتور نيرون قليلة فشايفين التنشان لما بيزيد بيزيد بالتدريج وبحساب ده كده بيزيد بالتدريج كل مرة بطلع خطوة بسيطة لان ال التعاطي اللي بقوم بيها بتحتاج ان انا لما عمل او ازود عدد الموتور يونت ان انا ايه او ازودها اللي هي بحساب او مزودش التنشان مرة واحدة طيب هنا في المصل with موتور يعني ان الموتور نيرون بتدي سبلاي لمية او ميتين مصل فيبر لمية او ميتين مصل فيبر يبقى في كل مرة شايفين التنشان ده تنشان ده بواحدة موتور يونت طيب لما استعدعيت التانية رحت شايفين عالية ازاي بسرعة مرة واحدة التالتة الرابعة وصلت للتنشان العالي ده يبقى هنا number of موتور يونت ريكروتل بيبقى هنا number في كل واحدة موتور يونت نمبر كبير فبالتالي التنشان بيزيد ايه التنشان بيزيد بسرعة يبقى كلمة ريكروتمنت دي كلمة مهمة معناها ايه معناها زيادة الموتور يونت وده يخليني اعمل تجزئة للتنشان شايفين يعني ايه تجزئة يعني وانا عاملة هنا التنشان ده بس اهو ده موتور يونت واحد طب عايز ارفع نفسي التنشان اعلى يبقى عملت كمان second موتور يونت عايز اعلى يبقى ثيرد عايز اعلى يبقى force يبقى ده كل مرة بزود اكتيفيشن للموتور يونت فسمتها كلمة ري طيب هل اقدر اعمل سبورت يعني انا عايزة اشوف انتو فاهمين ولا لأ يعني انا ممكن اديك حاجة وزنها كيلو وقول لك خليك رفحها شايلها وديك ودي واحد تاني وزن خمستاشر كيلو او عشرين كيلو وقول لك خليك شايله طيب هل انت هتقدر تعمل سبورت وانت شايل الكيلو زي مزميلك هيفدر تشايل خمستاشر كيلو وقادر يعمل لهم سبورت وقادر ان هو يعمل سبورت الويت وما يتعبش طيب يطرى مين عنده الايجابة على السؤال ده نشوف الايجابة هبتدي اقول هنا علشان انا اعمل الكونتراكشن وعشان اشيل الويت فانا هنا في عندي حاجة اسمها اسينكرونيزيشن للتروتمنت اف موتور يونت طيب لما يكون في كلمة اسينكرونيزيشن يعني ايه كلمة سينكرونيزيشن اساسا بغورت بقى تسيم طايم ومع بعض لكن كلمة اسينكرونيزيشن ده انا نفيت يعني عندي في بعض الموتور يونت هتكون بتشتغل وفيه الموتور يونت تانية هتكون مش شغالة فقال لي لما تحصل الحالة دي فده يعمل ايه دليت للفتيج يخلي العضلة ما تتعبش بسهولة طيب مش فاهمة برضو يعني ايه طيب نبص ونقول ان كلمة اسينكرونيزيشن للموتور يونت اللي هي معناها اننا مش كل الموتور يونت اللي موجودة في العضلة بتبقى اكتيفيت ات سيم طايم عندي عضلة مثلا فيها خمسة موتور يونت انا عايزة تنشن اشيل بي كيلو واحد فعملت اكتيفيشن لتنين موتور يونت والتلاتة التانيين في الرست طيب الاتنين اللي كان حصل لهم اكتيفيشن تعبوا لما بيتعبوا بروح مشغل لتلاتة للتانيين او اتنين غيرهم وسايبة دول يرتاحوا فهنا عملت ايه عملت للفتيل يبقى سينكرونيزيشن للموتور يونت ريكروتمنت بوسيبر انلي في الحالات اللي هيكون فيها الساب ماكسيمال كونتراكشن ساب ماكسيمال كونتراكشن لان انا لما جيت احاب اشيل ويت والويت ده كان عبارة عن واحد كيلو جرام محتاجتش اننا اعمل mayonnaise ريخ عالي اوي ف انا هنا عاملة تنشن او عاملة فورس ريخ يدوب على قد الكيلو فهنا كان ساب ماكسيمال كونتراكشن يعني فيه بعض الموتور يونت بتبقى والبعض الباقي بيبقى يستفر في الرست طب لو انا في حالة الماكسيمال كونتراكشن حالة الماكسيمال كونتراكشن يعني كل المصل فيبر مشاركة معي في الكونتراكشن ده. فما عنديش احتمالية ان انا اعمل للموتور يونت اكتيفتي. فهنا عدم موجود الالترنيشن ده بيخلي العضلة دي تبقى فاتيج بسرعة. يبقى لما انت شايل الويت التقيل اللي هو كان خمستاشر او عشرين كيلو. انا محتاجة فورس فكونتراكشن عالي. فورس فكونتراكشن عالي. يعني كل المسل اللي في العضلة يبقى منين افضل مستمرة في الكونتراكشن. لازم بيجي فترة وادخل في الفاتيج. لكن لما شايل الكيلو. طب ده الكيلو ده نعملة تنشن مش مشغلني مثلا غير اربعين في المية من عدد المسل الفايبر اللي موجودة والباقي فورس. فلما يجل الاربعين دول يتعبوا يشغل اربعين غيرهم ويسيب دول يريحوا ففيه اولترنيشن في اللي هي الاكتيفتي اوف موتور يونت. بطلع من المعلومة دي بحاجة مهمة ان الاسكيليتا المسل فايبر ووحدة الفايبر بتبقى or does not كنتراكت اتول. الله ده ده هو القانون اللي انا اخدته فيه النيرف لما اتكلم عن النيرف وقال لي ان الاكشن بوتينشيل او بيه حاجة اسمها او بيه ده اول ارنان لو. يعني ايه اول ارنان لو? يعني هنا النيرف فايبر لما كان بيعمل اكشن بوتينشيل كان اما يعمل اكشن بوتينشيل كامل او ما يعملش اكشن بوتينشيل خالص. طيب هو العضلة كلها على بعضها زي النيرف قال لا مش العضلة كلها. دي سنجل مصل فايبر وحدة المصل فايبر. لو انا بعتلها استيميلوس اللي هو استيميلوس او الاستيميلوس الكافي انها تعمل كنتراكشن فهي اما كنتراكت ماكسمالي or does not كنتراكت. طيب هي كده او بيه اول ارنان لو. بس انت خلي بالك حاجة اللي هي الكنتراكشن ان انت بتبقى مسبت بقية العوامل لان ممكن يجي يقول لي اه 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 ما 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 ثبتش فريقونسي ما ثبتش تمبريتش طب هالفورسة في كنتراكتيريتي هتتغير. فهنا لما اقول كلمة او بيه ده اول ارنان لو. معناها ان كل العوامل سبتة وبشوف الافكت وستيميلوس. ببعت لها الاستيميلوس اللي هو بتاعها المناسب. فبتعمل اللي هي الكنتراكشن. وده هنا اه اه بينطبق على زي ما كان منطبق على زي ما كان لازم نفهمها. ان العضلة كلها على بعضها لأ لان فيها اه اه مصل فايبر اه مصل فايبرس وكل مصل فايبر بتبقى الواحدها في تطبيق القانون بتاعي اول ارنان لو. يبقى كده خدنا كان فاكتور خدنا تو فاكتورس. اول فاكتورس كان اللي هو الطيب اف مصل فايبرس. تاني فاكتور اللي هو كان عندي اللي احنا كلمنا فيه عن الاسترينس اف مصل استيميلوس. وتالت فاكتور ريليتد للستيميلوس اللي هقول عليه اللي هي الفريقونسي اف استيميلوس. الفريقونسي اف استيميلوس كان انفولون ستنشن ديفولوب باي ايتش مصل فايبر. يعني لو غيرت الفريقونسي وانا لسه ايه يعني ايه فريقونسي? فريقونسي هي معدل اه او عدد الاستيميلوس اللي بتوصل في فترة زمنية معينة. لو قلت الفترة الزمنية دي هي ثانية. وقلت ان انا بعت اه اه سينجل استيميلوس واحد بس او بعدت خمسة او بعدت عشرة. يبقى هنا في الفريقونس انا بعمل ايه? بعمل زيادة مستمرة. اتغيرت من واحد زودت الخمسة زودت العشرة. طيب هل ليه فيه فيه يعني فيه على طيب اشوف الافكت. هبتدي برضو بمقدمة والمقدمة هتفهمني. انا لما بدأت في الطيب اف مصل اديتك مقدمة كان معظمها بايو كيميستري وهيستولوجي ولما دخلت في الكلام اللي موجود في الكتاب في الفيسيولوجي اتحفص وبقى محفوظ عن طريق understanding. هنا برضو لازم ترجح حتة شوية للنيرف والكلام اللي كنا بنغضر. ففيه كلام بينطبق على المصل زي اللي هي اللي كان على النيرف. يعني ايه? ابتدي امشي خطوة بخطوة وبتدي اقولك ان انت لما بتعمل action potential في العضلة. الaction potential ده بينتج عنه ده الميكانيكال رسبونس او الكنتراكتايل رسبونس. الكنتراكشن بيبتدي برسم كيرب عبارة عن الكنتراكشن وفولد باي كومبليت ريلاكسيشن. والكيرب ده اللي هو بقول عليه كلمة مصل تويتش. يعني مصل مصل كونتراكشن. نتيجة ليه? اللي هو عمل فيها الاكشن بوتينشيال. والاكشن بوتينشيال فولد باي الكنتراكشن. طيب انا بلاقي هنا لما انا بعمل استيميليشن. الاستيميليشن ده هنا بدأ فيه فترة العضلة ما بيبنش فيها اي وورت او اي حاجة. وبدأت بعد الفترة دي تعمل كلمة اللي هي الكنتراكشن. طيب الفترة اللي مش باين فيها اي events. ولا باين فيها احداث موجودة. هسميها ايه? هسميها latent period. دي كنا اخدناها في النرف. يعني ايه كلمة latent period? latent قلنا انها مستخبية. فترة هي. في حاجة اسمها فترة مستخبية. لا هي فترة فيها احداث مستخبية. ايه الاحداث اللي حصلت هنا? والله يبقى انا اديت الاستيميليشن وانا لما اديت الاستيميليش عندي اعدت فترة لما بان effect. يبقى انا هناك ببداية الاستيميليشن. ولما اديت الاستيميليشن انا ما حصلش الكنتراكشن على طول. لا الكنتراكشن اتأخر. طيب الفترة دي اللي هي فيها delay for few milliseconds. between ايه? between الابليكيشن of استيميليش. بداية الاستيميليش. لحد بداية ظهور اللي هي الكنتراكشن. طيب عايز اشوف اكتر الفترة دي حصل فيها ايه? فهقول هادرس حاجة اسمها الاكسايتابيليتي تشينجز فولوينج الاسكيليتال ماصل كونتراكشن. يعني ايه كلمة الاكسايتابيليتي تشينجز. دي نفس الاكسايتابيليشن اللي خدناه في النير. الاكسايتابيليتي هي الاستجابة. استجابة العضلة. اللي هي هتحصل وهي مثلا اعطيها استيميليس وهترجع تديها استيميليس تاني. وابتدي اشوف هي هتستجيب ازاي. يبقى الاكسايتابيليتي تشينجز فولوينج الاسكيليتال ماصل استيميليشن. ابقى ده اتدي استيميليشن واشوف استجابة العضلة. وبعدين ابتدي اغير في الفريكنسي وفي استيميليش واشوف كل مرة التأسير. يبقى هفهم الاول بتاعت العضلة مع الاستيميليشن علشان اقدر ابتدي اقول العضلة دي هتتعامل معي ازاي. رسمت الكيرف هو شبيب اللي تكون مرسوم قبل كده. الكيرف ده رح حاطت هنا عندي الاكشن بتنشيل بتاعة العضلة. وبعد الاكشن بتنشيل بتبتدي اللي هي الكونتراكشن. يعني هنا ده سينجل استيميلاس اهو. وده بداية اللي هي الكونتراكتلتي. يعني الفترة دي اللي ظاهر فيها الاكشن بتنشيل هي فترة اللي كانت موجودة عندي في الكيرف اللي فات. طيب الكيرف ده بيقول لي هنا ده كده الطايم وده عندي كده الماكسمام تنشيل او الماكسمام رسكونس او كونتراكشن. طيب العضلة زيها زي النيرف. يعني ايه زيها زي النيرف؟ يعني فيه طيب وامت العضلة دي هتبقى تعمل يعني ايه كلمة يعني مش هتستجيب ليك لما تعمل لها الفترة اللي هي دي الفترة اللي بتكون فيها ايه اللي بيحصل فيه العضلة. يبقى شبه النيرف للناس اللي فاكرين كان بيحصل ايه في النيرف؟ هي بيحصل فيها بيكون فترة اللي هي طيب ومجرد العضلة ما بدأت مجرد ما تبتدي بتستعيد بتاعتها. يبقى هنا بقول اللي هي لازم تلاحظ ان مجرد ما بدأت هي استعادة بتاعتها. لكن لو كان الاستمرس في الفترة اللي هي بتعمل فيها الاكشا موتينشا كانت لا يمكن هتستجيب. كلمة لا يمكن دي فكرتني بالاكسيبريشن اللي كنا بنقوله اللي هو ابسوليوت ريفراكتوري بيريود. اللي هو ايه ابسوليوت ريفراكتوري بيريود. يبقى فيه عندي فترة اللي تنت بيريود دي. فترة اللي تنت بيريود هنا هي الفترة اللي بيحصل فيها الاكشا موتينشا الاكشا موتينشا اللي هو الاسسندي انجلينب ومعظم فترة الدسندي انجلينب الفترة دي اللي هي بنسميها ابسوليوت ريفراكتوري بيريود. يبقى اللي تنت بيريود اف ميكانيكال رسبونس قوينسايد وزي الاسسندي انجلينب وبارت من الدسندي انجلينب الفترة دي absolute refractory period ولو فاكرين كلمة absolute يعني whatever the strength of the stimulus العضلة دي مش هتستجيب العضلة دي بتعمل action potential مجرد ما بدأت في contraction هتبتدي ايه هتبتدي regain the excitability بتاعتها طب حد هيقول الكلام ده مش موجود في الكتاب وانا ما مش لقيه الكلام ده المفروض انت فاكره من النيرف غير الكلام ده فاكره من النيرف الكلام ده اللي هيفهمني اللي هي اللي مكتوب في الكتاب هيقول لي ايه هيقول لي بتدي تعامل مع العضلة دي وغير frequency of stimulus اللي واصل للعضلة يعني ايه غير frequency يعني مثلا انا كنت بدي العضلة دي single stimulus one second فبتعمل contraction followed by relaxation وترجع الوضعها وبعدين في second التانية اديها another stimulus تعمل برضو contraction زي اللي كنت فهمها ورسمها طيب لو انا فجأة بدأت اعمل رابد ربطتي في stimulus stimulus وراء بعض ومتكررين وبسرعة رحت عاملهم على العضلة بس هنا في كل مرة انا هعملهم بعدما هي تعمل ايه complete relaxation يعني هنا خلاص هي عملت contraction ورجعت ل complete relaxation طيب الاحظ ايه على العضلة دي قال لي هيلاحظ ان العضلة دي لما كانت بدية تعمل contraction ايه دي contraction بتاحها في البداية هنا دي ده first stimulus عمل contraction ضعيف نقلت لل second contraction اعلى شوية third contraction اعلى force وهي كزا contraction عمال يزيد بالتدريج لحد ده ما وصل ايه حد ده ما وصل هنا الحد الاقصى اللي هي من contraction ده maximum tension عندي والmaximum tension ده حاجة زي كده اللي بنقول عليها دي كلمة plateau بلاتو يعني سبات في tension طيب الكيس دي او الشكل ده بقول عليه ايه بيقول عليه كلمة trip او staircase phenomenon يعني ايه trip لو شفت كده هقول ان هي حاجة متدرجة زي السلم كاني طالع سلم الاستمرس الاولاني قليل قليل وبعدين ببتدي ازيد ازيد وفي كل مرة الحد ما وصل ليه اللي هو maximum الماكسيمم اللي هو في الجزء الاخير ده اللي هو في اللي قلت عليه maximum tension او البلاتو طيب trip او staircase فنومنا دي تفسيرها ايه قال تفسيرها ان في كل مرة انا بعمل اللي هي contraction الكالسيوم في العضلة بيبتدي يزيد لان هنا لما باجي اجمع الكالسيوم بيكون ضخ الكالسيوم او الكالسيوم اللي انا كنت مطلعه مش كله رجع في في الساركو بلازم كريتيكيلم جاني ستيمولوس تانية طلع مور كالسيوم فهنا في زيادة في الكالسيوم اللي موجودة عندي فبيزود من فكل مرة بيزيد وبيبين في سورة ان الكونتراكشن اعلى ده الحاجة التانية ان مع الكونتراكشن بيبقى عندي عندي انرجي موجودة بتخرج في سورة هيت الهيت ده بيعمل ايه بيعمل وورمينج للمسل وورمينج للمسل يعني بسخن العضلة بتاعتي كلمة وورمينج للمسل دي بتصرع من الانزيمات الى في العضلة وبتقلل من الفيسكوزي بتاعة العضلة وبتخلي اداءها افضل فبتخلي الليه الكونتراكشن افضل فلاقي ان الكونتراكشن عندي هنا بيبقى زياد او يبقى مع رابد رابد في ستيميولاي لما اعمل على العضلة والعضلة دي اعمل عليها بس بستيميولاي ثانية فهنا بالتدريج لقيت بتاعة بتعمل كل مرة بتاع لعن المرة اللي قبلها فهنا سمناها كلمة او وتفسيرها هي زيادة الكالسيوم عين اللي موجود في ومعاها كلمة او تسخين العضلة وتسخين العضلة ده بيساعد على زيادة طيب ابتدي ازود هنا من الكيرف ده ابص ايه قبل ما بتدي كلام لا ده انا هنا ما بقيتش اعمل ده ما بنزلش البداية بتاعتي ده انا قبل ما كمل بتاعي دخلت في طيب 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 يبقى دي زيادة في فالفريقونسي بتاعتي بتبقى زيادة الكونتراكشن بتاعي بتاعته بتزيد الاكشن بتنشل هيبقوا قريبين من بعض وكمان الكونتراكتاليتي بتاعتي هتبقى قريبا من بعض بحيث ان انا ايه ما هديش فرصة للعضلة انها هتنزل تعمل كومبليت ريلاكسيشن تبقى زود الفريقونسي اكتر لاني عملت ايه لاني مع كل مرة بزود كل مرة بعمل الكونتراكشن الكونتراكشن ده بتبقى التنشن اللي فيه اعلى من اللي قبله لحتى ما بوصل ليه الماكسيمم تنشن ايه دي الماكسيمم تنشن لنا وصلتله يبقى ده مو رابط فريقونسي فريقونسي أو فيستيميل سعلي جدا بدأ يعمل كونتراكشن فولد باي انكمبليت ريلاكسيشن انا هنا ما عملتش كومبليت كومبليت يعني كنت رجع للبيز تحت لا انا ما عملتش كومبليت ريلاكسيشن طيب ده هسميه كلمة ايه هسميه كلمة انكمبليت تيتانس او كلونس يبقى دي بسميها كلمة انكمبليت تيتانس او التسمية التانية بتاعتها كلمة كلونس الله في حد ممكن يقول لي ده حتى بناخد الديزيز والديزيز ميكانيزمة او مرة علي كلمة تيتانس ده ديزيز اللي بيعمل اللي هو اللي ممكن تكون نخذته في المايكرو لا انا ما قصودش بيه الديزيز ده ده هنا التيتانس بمعناها اللي هو الكونتراكشن اللي هو اللي بيبقى فيه كلمة تيتانس ده لانه فيه حتة بس ما بعمل بس ما بكملش للآخر فهنا تسمى كلمة كلونس او المسل فيه شوية تيتانس بيبو التنشن اللي ده نفضل تزود التنشن ازيد 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 لحد ما وصلت اللي هي الماكس تنشن تنشن اللي هو خلاص يونيفورم تنشن ثابت اهو او وصلت برضو اللي هي كلمة بلاتو بس مرة دي البلاتو عنده ماكس تنشن يبقى ده ان كومبليت لو فضل تزود الفريكنس اكتر شايفين مع زيادة الفريكنس خلاص انا ما بقاش عندها اي علامات على العضلة دي بقت في كلمة للعضلة يعني كلمة تيتانس يبقى التيتانس اللي انا بقوله هنا او اصبي كلمة يبقى ده سبب ايه سبب ان انا خلاص بقى عندي كمية كالسيوم طالعة كتير جدا بتاعتي او هي لان كمية الكالسيوم اللي خرجها ما رجعتش للساركو بلازم كنتيكلا وطالعها كالسيوم زيادة ففي فقد من الكالسيوم بيعمل ايه بيعمل اللي هو وبيوصلني اللي ومفيش عندي اي مفيش طب انا وصلت له ازاي وصلت له بكلمة زيادة الفريقونسي of استيميلوس فلو بصيت على الكيرف ده عشان نشوفهم كلهم مع بعض الكيرف ده بيقول ايه لو المسل فايبر استيميوليت افتر اتهاز كمبليت ليلاكس انا العضلة عندي هي طلعت ونزلت عملت كمبليت ليلاكس بعدت لها اناثر استيميلوس الاستيميلوس اللي انت بعته ده هيعمل second contraction contraction يعني twitch muscle twitch طيب second contraction فارق عن اللي قبله هيقول لي لا زاسيم ليه لان انا هنا رحت عاملة كمبليت ريلاكسيشن معناها اني سحبت كل الكالسيم اللي كان موجود في السايتو بلازم ودخلت في الساركو بلازم كليتيكلم وبدأت احداث جديدة خالص في عمل اللي هي الاناثر twitch واللي اتنين يبقوا قد بعض بالزبط طيب ده كان الساكند اكشن على بعد اهو طيب لو زودت الفريقونسي وخليت الاتنين اكشن جمقوا ريبين من بعض فبالتالي هيبقى الساكند اكشن اكشن او الساكند استيميلوس دخل والعضركة هتبتدي تعمل ريلاكسيشن هتبتدي تعمل لكن ما كملتش ريلاكسيشن ورح اتطلع عملت another contraction الله المرة دي لقيت ال contraction هو عالي او عالي عن اللي قابله طب عالي ليه لان انا عملت يعني استيل في كالسيوم موجود جوه العضلة يبقى وزاد الكالسيوم فالفورس زادت نتيجة لان انا اديت فرصة للكالسيوم الكتير ان يخلي كل التروبومايسن يبقى قوي عن الاكتن بايندينج سايت الموجود على الاكتن بايندينج سايت اللي هيعمل بايندينج مع الكروس بريتج فبالتالي كانت الفورس عالي يبقى لو المسل فايبر قبل لما تبتدي تعمل يبقى لاني كأن انا عملت ايه كأني عملت سمش طب ازود الفريكنسي زودت زودت عدد دول جايين جنب بعض خالص لما زودهم ما ديتش فرصة للعضلة انها تعمل اي نوع من انواع يعني عملت سمش ليه الكنتراجشن سمش الكنتراجشن انا وفضلت ساستين دو كنتراجشن ساستين دو كنتراجشن الكلمة اللي بقول عليها كلمة تيتانيك كنتراجشن او كلمة تيتانس طيب عايزة حاجة مهمة تلاحظوها هل ممكن يحصل له سمش لأ انه واخد اللي هي ده لو انتم فاكرين بتاعته بتكون هي هي فترة فالأكشن كان نوت طب انه عاملة سمش لمين مش عاملة سمش عاملة سمش او يبقى لما اقول ان انا عاملة سمش للكنتراجشن او الكنتراجشن مش للالكتريك فيش حاجة اسمها سمش للأكشن تمام كده يبقى انا مع زيادة زادت اللي هي ما بقاش في عندي فترات من عملت كلمة تيتانيك كنتراجشن او كلمة تيتانس يبقى التلاتة اللي تاخدوا لحد دلوقتي الطيب of muscle fiber strength of stimulus frequency of stimulus واللي جاية دي الرابعة effect of temperature ودي مش محتاج اتكلم عليها لاني لسه قيلة ان temperature يعني 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 هعمل warming في العضلة طب لما تعمل warming في العضلة ده انا كنت قيلة قلت ان الviscosity بتاعتي او بيخلي اللي sliding سريع طيب لو حبيت الرسم curve اللي في النص ده اللي هو normal والاحمر اللي فوق ده لما كون عاملة مسخنة العضلة واللي تحت ده الازرق لما كون مبردة العضلة طب تلاحظ ايه في الكيرف اللي هو الاحمر اللي انت فيه بتكون مسخن العضلة الكيرف ده بدأ بدري عن التاني اللي هو normal وانتهى بدري يبقى انا عملت acceleration off التويتش acceleration صرعت بدأته بدري ونهيته بدري duration بتاعته كانت اقل طب يا تارى strength بتاعه اخباره ايه strength of contraction ده اعلى من normal ما دي اللي بتعبر دي عن strength of contraction مقدار التنشن اللي في العضلة قد ايه لا ده اعلى من normal طب وليه حصل كده في العضلة اللي انت سخنتها حصل كده في العضلة اللي انا سخنتاش عن العضلة دي بسكوزتي ليها بسكوزتي بسكوزتي دي قلت مع الwarming وال enzymes بتاعته زادت وصرعت فهنا لما نقول النازل بسخن العضلة بتاعتي عبلا ما اعمل اكسرسايز او في الجيم فهنا دي معناها ان انت ايه ان انت بتحسن اداء العضلة ده بالعكس الكولنج بقى الكولنج يعمل ايه قال لا والله ده الكولنج رسم كيرف والكيرف تحت النورمال اه اللي هو النورمال تنبريتشر تحت النورمال تنبريتشر يعني ايه ده بدأ متأخر اهو والدوريشن بتاعته كانت اطول والسترينس اف كونتراكتيليتي كان اقل من النورمال يعني كل حاجة عكس الافكت الله يبقى معنا كده ان التنبريتشر حلوة لو انا زودتها على العضلة فممكن اسخن العضلة اه تسخنها ازاي او تسخنها لحد امتى ما هو برضو زيادة التنبريتشر ده بيعمل للمسل بروتين بيعمل للمسل بروتين فممكن يوقف عملية الموجودة فيها طيب الحاجة الرابعة اللي موجودة او الحاجة اللي هي في المسل هتكون هي الفتيج يعني ايه عضلة فيها فتيج والله الفتيج يعني هو عبارة عن ان انا لو بعمل هلاقي ان استجابة العضلة دي ما بقيتش زي الاستجابة اللي كانت بتعملها الاول يعني المسل الفتيج هيحصل لما تعملها قبل كده طيب ده ده نتيجة لايه ممكن تكون قعدت فترة طويلة نحمل عليها وبعمل فيها او بعمل فالعضلة دي هتدخل في فتيج طيب انا الاحظ ازاي الفتيج قال لي هنا بص على الكيروس اللي ورا بعض طويلة انا انا كنت لما بنبهها الاول كانت شايفين فين عادي عالية طب بدأت بعد كده تقل وتقل اكتر واكتر واكتر كل مرة بتقل بتقل بتزيد كمان ايه بتزيد بتاعتي لدرجة ان هي هنا ما هتوصلش العضرة دي طيب انا بسجل ايه مع الفتيج اول حاجة بيقول لي ان يبقى قادي هنا الكنتر بكت بدي بي وقادي الكنتر لتحت بقى فعلا تانية حاجة هيقول لي ان بتاعت عمال تزيد ففعلا ان كنت ببتدي هنا وبنهي على طول ده انا كل مرة الاقي اللي هي زادت واخر حاجة ان الاقي ان ممكن ما اعملش اه العضرة دي ما بقتش توصل يعني ايه ما وصلش يعني هنا ما بتريحش اللي هي ممكن تنبقى فيها كلمة يعني ايه كلمة يعني مرت علي لما قلت لو انا اتش نيو اي تي بي مولوكيول او فريش اي تي بي مولوكيول اديه للعضلة العضلة دي مش هتعمل ومش هتفصل ومش هترجع بتاعها العضلة دي لو اه اتش مش هتعرف تاج مع الكالسيوم من السيت تصل وترجعه للساركو بلازم فبالتالي برضو مش هتقدر تعمل خالص فهنا علامات الفتيج ان انا الاقي بتاعي اهو بدأ اي ال الاقي بتاعتي بدأت تزيد الاقي او ده هي كلمة ايه كلمة طيب هيقول لي طب اسبابه ايه الفتيج ده الفتيج ده ليه اسباب هنشوف اللي هي الاسباب بتاعته اول حاجة في الاسباب اللي هتكون موجودة عندي هقول ان انا ممكن والله يكون اللي هي ابص اقول انا جاييني اشارة من النارف طب ممكن يكون النارف هو اللي تعب فما ادي وصلش اشارة اللي العدلة هيقول لي لأ النارف مش مكان او مش صايت للفتيج النارف هنا استهلاك الاتب او الطاقة بتاعته قليل جدا فما بيحصل دوش حاجة اسمها فتيج طيب هل الوصلة ما بين اللي هي النارف وما بين المصل هي اللي يكون فيها فتيج فقلقا ممكن ممكن ازاي ان هنا فيها مليانة بالاستايل كولين ممكن مع يخلص اللي هو اللي موجود في او في اللي هي كلمة فممكن هنا ما لقيش اسطايل كولين طيب لو ما لقتش اسطايل كولين هيحصل ايه ما لقتش اسطايل كولين يبقى بالتالي ما هيكونش فيه اكشن في العضلة ما هيكونش فيه ريليز للكالسيوم ما هقدرش اعمل عملية اللي هي عندي طيب لو انا هنا قلت اسباب تانية اقول ايه والله العضلة دي نفسها هي اللي ممكن تكون سبب فتيج طيب العضلة فيها ايه العضلة يكون حصل فيها اللي فيها خلص خلصت الكرياتين خلصت اللي هو اللي متخزن فيها فما بقتش قادرة تعمل ايه ما بقتش قادرة تلاقي مصدر للطاقة لها او ان فيه الويست برودكت اللي هي اكيوميوليتد هنا فالويست برودكت اللي هي اللي بيخرج منها اللي هي ممكن فيه اللي هي بوتاسيوم فيه وست برودكت فدي ممكن هنا تكون السبب واكتر حاجة تسبب اللي هي الفتيج اللي هو بتعمل السلفير وبتعمل بين طيب يبقى فيه اكيوميليشن للميتابلايت فيه طيب ايه تاني والله العضلة دي من كتر بتاعها فانا بلاقي هنا ان العضلة مع ممكن يحصل ايه ممكن يحصل ان بضغط على اللي بتعمل لها فبالتالي بتبتدي يحصل لها اللي هي وبيقل لها فممكن تكون سبب في الفتيج طيب فيه عندنا وبناخدها في بقول لو انا عملت من اللي هو المصل والنر وعايزة هنا بالبريباريشن ده اشوف الفتيج لما باعد عام بالعضرة هل الفتيج ده كان سببه اللي هو الاريا اللي هنا نيرو ولا كان سبب العضلة نفسها فبعمل ايه علشان احدد اللي هي المشكلة بقول لو انا وروحت حط الالكترود على العضلة وعملت العضلة لأي ان اداء العضلة دي تحسن وسجلت اعلى من الاول ده معناه ايه ده معناه ان هو بيقول ان كانت المشكلة هنا اللي هي في وبالتالي لما عملت العضلة التحسن طيب هل احنا في الفيسيولوجي وفي النورمال بيرسون انا بوصل لدرجة ان انا بخلص كل وبخلص الاسطال الكولين الموجود فيها والعضلة دي بتدخل في فتيج او العضلة دي بتخلص كل اللي موجود فيها لا دي حاجات بتتعامل لان هنا انا دايما الفتيج او الاحساس بالتعب ده ده احساس مفيد ليا لان هو كأنه بروتكتف ميكانيزم بروتكتف ميكانيزم بيحمي العضلة منها توصل للدبلشن الجامد في الاتب لان معنى دبلشن جامد في الاتب معناها ان انا هدخل في الكونتراكشور دي الحاجة اللي هي زي الريجور ده اللي هنقوله في نهاية المحاضرة طب هل في حد مننا تعب لها درجة ان دخل في وملقاش ايتي بيه لأ دي دي مشكلة يبقى احنا الحاجات دي اللي هي شغالين عليها اللي هي لما عمل من النيرف والمصل فألاقي هنا لبدأ العضلة يحصل لها فاتيج فأقول طب الاستايل كولين حصل له من قدر طيب لما شوف هنا العضلة والوساج الكونتراكشن فألاقي الكونتراكشن تحسن بالمصل فأقول ان انا تخطيت المكان بتاع ده اللي كان بيحصل في الفتيج لكن في الشخص النورمل وفي الشخص الطبيعي انا هنا مجرد ما بعمل الفتيج حتى نفسه وانت بتعمل وقف في الجيم بيبتدي يوقفك عن اللي هي الاجسرسيز للعضلات مجرد احساسك بالاجهاد عند وطفر بتلاقي نفسك انت وقفت وتقول انا اتعبت لكن التعب اللي هي او الفتيج ان انا عندي اتي بيز ده اللي هي في السيولوجيكالي مش موجود لان ايه لان انا ببقى محمية من بدري من قبل ما خلص الاتبي فبوقف اللي هي المسل طيب ده كان الفكتور نمبر فايف وفيه تو فكتور بقيين عندي وعلشان افهمهم لازم ارجع افتكر نوعين الكنتراكشن اللي انا كنت درساهم النوع ده هو الايزوتوني والايزومتريك وعايز افتكر فيهم حاجتين كومنت على اللينس وعلى التنشن الايزوتوني كونتراكشن كان ايه اخبار العضلة فيه اخبار اللي هي اللينس واخبار التنشن ايزوتوني كونتراكشن ده الكنتراكشن اللي فيه انا كنت شاي الويت وانا قدرت تحرك الويت قدرت تحرك الويت فانا عندي هنا حصل شورتن جفي العضلة فاللينس بتاعي هو اللي اتغير وقسر لكن التنشن طول فترة اللي هي الويت اللي انا رفعه بيفضل بيفضل سابت عشان كده سميته كلمة ايزوتوني كونتراكشن ايزو من the same والعضلة اللينس بتاعها هو اللي بيتغير وبيحصل له شورت وكان فيه سؤال بيقول ده انت بتقوله external work equal load في distance هي فين distance ده اللوده هو لما تحركوا المسافة دي وترفعه يبقى انت عملت ايه حركتوا مسافة يبقى الويت ده لو هو 10 كيلو مسلا وحركتوا المسافة دي مسافة دي مسلا هقول يعني كانت نص متر او 50 سنت عندي فهضرب اللي هي 50 سنت فيه الويت ده بيحسب بيها external work يبقى external work load في مسافة قدي دي المسافة اللي قصدها انحركتوا مسافة قد ايه فده هنا external work بيبن بس مع isotonic contraction isotonic contraction اللي فيها tension ثابت والعضلة هي اللي قسر طيب العكس الايزومترك على الايزومترك انا ما بقدرش احرك الويت الويت عندي انا مش محركة طيب اما لانت عامل ايه لا قال لي ان انت المصل بتحاول ترفع tension لكن هنا ما استفدتش حاجة مش قادرة ترفع الويت لان الويت كان اكبر واتقل من tension اللي هو في المصل ففي الحالة دينا سمتها ايه سمتها ايزومترك يعني ايه ايزومترك يعني same lens يبقى انا عندي هنا same lens للعضلة مع زيادة attention طيب same lens للعضلة يعني هنا العضلة هي الطول بتاحها هو اللي ثابت طولها فضل ثابت والتنشن فيها بيزيب بالتدريب يبقى لنا لو حبيت ادرس تغيير التنشن مع ثابات اللنس اختار ايزومترك contraction ثابات lens هنا lens ده عندي بتاع العضلة ثابت والتنشن هو اللي عمال يزيد لو حبيت ادرس attention يبقى ثابت اللنس يبقى ايزومترك contraction لو حبيت ادرس اللي هي تأثير اللنس على attention يعني هنا عايزة السابت عندي tension واغير فيه اللنس فهاختار ايزومترك contraction يعني ايه مش مفهومة شوية هفهمها اكتر بان انا اشوف اللي هي اللي جايين اللي قال لي عندي حاجتين عندي حاجة اسمها بري لود وافتر لود عايزة افهمهم الاول يعني ايه كلمة بري لود يعني ايه كلمة افتر لود هشوف الديزاين اللي عندي واقول ده والعضلة دي اهي انا معلقة فيها الويت الويت الصغير ده الويت الصغير ده انا معلقة وهي مشدود يعني هي كأنها شايلة الويت ده طيب والويت التقيل ده اللي هو صبورت عندي ان الوصلة بينهم او الخيط اللي رابطهم ببعض هنا لاكسي يعني هي مش شدة طيب اللود اللي متعلق فيه العضلة والعضلة حس بيه من قبل ما تعمل contraction وهو شادد على العضلة هسميه ايه هسميه كلمة بري يعني ايه بري لود يعني ايه كلمة بري يعني بي فور ال contraction يبقى اللي هي البري لود ده اللود اللي علقته على المصل وبيعمل stretch اللي العضلة والعضلة بتبتدي هنا تقيمه قبل ما تعمل contraction يعني اول ما بعت لها ال stimulus هتبتدي تتعامل مع اللود بس هو كان مهي العضلة وشادد عليها طيب بعد اما عملت contraction اتفجأت بالويت التاني ده after contraction انها هترفعه يبقى after اللود هو الويت اللي هو انا هتعامل معاه بعد contraction after يعني هنا يقصب بيها after contraction بعد اما عملت contraction وحركت الويت ده وتشد اللي هي الخيط اللي واصل اللي هي البريلود من الافتر لود بدأت اتعامل مع الافتر لود بعد الكنتراكشن فهنا بعد الكنتراكشن سميته كلمة افتر لود طيب ندخل على المكتوب عندي في الكتاب بريلود وافتر لود عرفت يعني ايه كلمة بريلود قال لي اه عرفت كلمة بريلود هو اللود المص اللي هتتعامل معه اه بري يبقى قبل ما تعمل هيبقى في اللود عليها طيب اه هتدرسه ازاي كلمة بريلود قال لي هندرس كيرف او علاقة بتربط اللي هي لينس تنشن ريليشن شب يعني ايه لينس تنشن ريليشن شب قال ما هو انا لما بحط لود على العضلة قبل ما هي تعمل فبيعمل بيشد على العضلة دي لما بيشد عليها يعني بيغير اللينس بتاعها فبيحصل تغيير في اللي هي التنشن اللي هي هتعمله طيب انا هدرسه على ايه هدرسه في ايزومترك والايزوتوني كونتركشن قال لي لا انت هتدرسه في اللي هي الايزومترك كونتركشن ايزومتر كونتراكشن انا هيس التنشن اللي هو في العضلة اثناء الايزومتر كونتراكشن انا معلاق عليها الويت لكن هي ما حركتش الويت من مكانه وما رفعتوش يعني اللينس بتاعها فضل ثابت اللي هو فكسد لينس طيب ارسم الكيرف ازاي بتاع اللينس تنشن ريليشنشيب هرسم الكيرف بتاعي اكوردنج للو مهمة قوي اسمه فرانك ستارلنج لو فرانك ستارلنج لو دول اتنين من العلماء رحوا حط لنا القانون وبحب ابتدي شرح القانون ده بكلمة within limit يعني ايه within limit يعني ليك حدود ليك limit المت ده والحدود دي بتاع ايه the more the increase the initial muscle length the more the total tension developed يعني ايه كل لما زودت الانشيال length هيزيد التنشن بس فيه limit lead يعني انا بتحرك في limit معين طيب ازاي هنا بزود الانشيال muscle length زيادة الانشيال muscle length اللي هي بيعبر عنها اللي هو اللود يبقى لما يكون حطة بريلود اللود على العدلة فتشد على العدلة فتغير اللي هي muscle length اللي انا ببتدي به فيبتدي يتغير التنشن اللي هو developed التنشن يعني force of contraction which developed in المسل طيب عايز افهم اكتر قال لي ارسم اللي هي الكيرف طيب الكيرف ده بيقول ايه الكيرف ده ماشي كده هنا ده في جزء اللي هو maximum وبعدين لقيني حتى لو اتجاهت الاتجاه ده الكيرف ده بيقل طيب ولو رحت الناحية التانية الكيرف برضو بيقل طيب يعني ايه الناحية الاولى والناحية التانية في الماكس مام هنا maximum tension لان دي هنا الليمب ده كده بيوضح لي attention وده كده بيوضح اللي هو tool بتاعي tool بتاع مين قال لي tool sarcomere sarcomere اللي هي functional unit بتاعتي اللي موجودة في المصر طيب sarcomere دي اللينس بتاعها في حاجة فيها اسمها optimal lens لها optimal lens اللي هو بيتراوح زي ما مكتوب عندي في الكتاب من 2 ل2 ربعا مايكرون او average 2 و2 من 10 مايكرون ده optimal lens بتاعها وليه سميه كلمة optimal optimal يعني اللينس المناسب لها اللي لو بدأت من هنا stimulation للعضلة وطلبت منها انها تعمل contraction هتبقى contracted بالmaximal tension طيب في ايه هنا في السار كومير بيخليها اللي هي مناسبة اللي هي البست contraction البص على الاكتن ويبص على اللي هي الميوسين فلامنت هلاقي ايه كل الكروس بريجز بتاعة الميوسين تقدر تقرب من اللي هي الاكتن وتعمل لها ويحصل اللي هي الكروس بريج سايكل طيب ليه لان مع اللينس ده هو الاثنين واثنين من عشرة هلاقي ان اللي هي الاكتن هنا مفيش اوفرلاب بين على بعض مش قفلين على بعض لا ده بينهم المسافة والمسافة دي في الجزء بتاع الميوسين اللي اساسا ما فيهوش كروس بريجز طيب والاكتن اللي هي فيه اللي مسكة بزيد لين بلاقي ان كروس بريجز كان بتقدر توصل لكل اللي هي الاكتن اللي موجودة عندي في الاطراف يبقى هنا هو المسل اللي بتكون فيه الساركومير بتاعتي اللي وصلت للاثنين واثنين من عشرة ده قلت عليها كلمة اوبتما ليه قلت عليها كلمة اوبتما لان بيبقى اللي هي الاكتن والميوسين في اللي هي تقدر تعمل بيها كروس بريجز طيب يجي يقول لي هنا عملتي طيب لو احنا بدأنا نزود من اللينس اوف الساركومير ازود اللينس يعني اعمل ايه يعني اشد على الساركومير ويت كان تقيل شوية وبدأ يشد على الساركومير هنا وسعت زودت اللينس زودت اللينس اكتر من اتنين واثنين من عشرة او اكتر من اتنين ورب حصل ايه في اللينس هنا لما زاد في جزء من الاكتن فيلمنت هو ما بقتش تقدر توصل طيب لما يحصل الزيادة دي اللي هي تقريبا هنا زودت 30% عن اللينس الاساسي اللينس الاساسي او اللي هو 100 بقت 130 في 30% زيادة فهنا في جزء من الاكتن ما بقتش الكروس بريج تقدر توصل فبالتالي لو العضلة هنا حصل لها في اللينس ده هيبقى فيها اقل من اللي كان في الوانا في المصر لينس فالكير بتاعي قال طيب لو انت عملت بدل ما انت كنت مزود 30% بس لا ده انا زودت 70% عن اللي هي اللينس بتاعي الاكتن لينس شايفين بقت كل الاكتن فيلمنت away from المايوسين فيلمنت المايوسين فيلمنت مش طايلها عشان تقدر تعمل سلايدين لها فهنا التنشن اللي هي هتبقى هايبقى ايه قليل جدا وهينزل تقريبا لزيرو تنشن طيب بلاش ان انا ازود اللينس اقل اقل من ال 2 و 2 من 10 ده هيبقى برضو سيق وهلاقي ان التنشن عندي قل طب ليه ده انا هنا قللت ما زودت الش اللينس طب انت لما قللت اللينس حصل ايه شايفين الاكتن بقى في اوفرلاب للاكتن فيلمنت اللي هي السين فيلمنت اوفرلاب ده يعني بايندين ما عندهش مسافة انها تعمل ايه تعمل سلايدنج الاكتن وتعمل شورتن للعضلة دي ما فيش مسافة يبقى ايضر دي كريز اللينس اوف ساركومير او انكريز للينس اوف ساركومير عن اوبتمال مص اللينس اللي اتنين التنشن اللي هو ديفولوبد منهم بيكون قليل يبقى ده الاوبتمال تنشن اللي هو ديفولوبد اللي هو 100% من التنشن ديفولوبد مع الساركومير لينس اللي هو في الريستين اللي هو الاتنين واثنين من عشرة وده بينقول عليه في جسمي المصل اللي هي في البيستيشن اللي هو الريلاكس بتبقى تقريبا في الاوبتمال مص لينس طيب الاوبتمال مص لينس اللي هو اللي موجود عندي ده وانا بقول مرة ان انا هعمل ومرة هعمل يا طرف الطبيعي في جسمي انا اقدر اعمل زيادة اللي هي 70% اكتر من اللي هي الاوبتمال لينس او اقل القوي عن الاوبتمال لينس فلأ اقل اخلي بالك ان المصل بتاعتك اساسا في جسمك اللي هي موجودة وليها 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 انسورشن في البون وليها اللينس لينس ده محدد فانا هنا علشان اغير فيه اللينس ده فانا مقدرش اغير او ما عنديش حرية ان انا اعمل اكتر من 30% من يعني مقدرش ازود اكتر من 30% واشد او اعمل فيها لينس اكتر من 30% لان انا اتحكمت بالبوزيشن بتاعي وما للكيرف اللي كان مرسوم ده كيرف بجيب عضلة وبسبتها واسبت اللينس وابتدي اشوف التنشن اللي هو في different muscle lints فاحنا لقينا هنا ان البست muscle lints عندي اللي هو كان مين البست muscle lints عندي لما كانت اللي هي العضلة بتاعتي في اللينس اللي هو بتاع السار كومير اللي هي الاوبتمال muscle lints اللي كانت فيه شايفين اللي هي افضل اوفرلاب للكروس بريجيس على الاكتن فيلمنت اهو اقدر انا كده لما اعمل اللي هو الاسلايدنج اشد الاكتن ناحية السنتر شايفين مش حصل لهم لان الحت اللي في منتصف المايز انفلامنت دي ما فيهاش كروس بريجيس فانا هنا ما بجيبش عندها اللي هي الاكتن فيلمنت فالشكل ده هو or اوبتيمال ينس يعني انا لو بديت الcon وكانت العضلة في اللي هو ال 2 و2 من 10 ف dai احد لما المصل تبقى في ال اوبتيمال ينس طيب الده اللنس ده كان ثابت وانا حطيته تب ليه لان هنا في اوبتيمال في اوبتيمال اوards لاب لالاكتن اوبر وميسل. طب لو انا رحت مزودة المصل لنسي ده شوف لما زودته هنا انا كبرت لك الصورة عشان تشوف. الصورة بتقول لي هي بتقول لي لما اكبر كده وبص الاقي ان فيه جزء من الاكتن فيلمنت اهو بقى بعيدة عن الكروس بريجيس انا مش هطوله. فبالتالي هنا ما فيش اوبرلاب كويس ليه الكروس بريجيس. طب مع الزيادة قوي. ده اللي هي بعدت خالص اهي. ما بقيتش اقدر ايه اوصل لها. يبقى التنشن هنا عمال ايه تنشن عمالي ايه? طب والعكس صحيحة وهو مع ديكريز اللينس في ايه? في اوبرلاب لأكتن فيلمنت. فانت من هنا قلت ايه? قلت ان انا. في عندي اوبتمال ماصل لنس. والاوبتمال ماصل لنس ده اللي هي بيوصلني للمكسيمم تنشن. طيب الفاكتور اللي بعده احنا هنا البريلود وبعده على طول كلمة افترلود. طب خلاص ما انا كان فيه هنا اللي هي شرحها قبل كده. قلت الافترلود هو اللي انا هقابله لما ايجي ارفع الويت. ارفع الويت يعني عملت CONTRACTION وهبتدي ارفع الويت. طيب هرفع الويت يعني عملت EXTERNAL WORK يعني هنا لما بعمل دراسة للافترلود بعملها على الايزوتونيك CONTRACTION. الايزوتونيك CONTRACTION. الماصل بيحصل لها SHORTENING وبتشيل الويت فالويت ده تسمى الافترلود. والافترلود ده اللود اللي انا بواجهه أفطر start of contraction أنا بعد إما عملت contraction لقيت اللود عندي طيب هدرسه على كيرف هسمي الكيرف ده إيه هسميه Lود velocity relationship يعني إيه كلمة Lود velocity relationship لود velocity relationship يعني العلاقة ما بين اللود اللي أنت حطو وسرعة ال contraction علاقة ما بين اللود اللي أنت حطو ما بين إيه ما بين سرعة ال contraction يعني إيه مش فهين يعني والله لو قلت لك انت بتدي حرك ويت والويت ده قد ايه الويت ده مثلا كيلو ارفعه او انت هترفع 15 كيلو يا ترى سرعة الرافعة بتاعتي والفلوسيتي هتبقى زي سيمت الاتنين زي بعض لأ طبعا الويت الخفيف هشيله بسرعة والويت التقيل هياخد طيب يبقى انا هنا العلاقة ما بين الفلوسيتي اللي هي سرعة الكونتراكشن وما بين اللود ده علاقة عكسية يبقى كل لما زاد الافتر لود الفلوسيتي بتاعتي اللي هي بتاعة الكونتراكشن هتقل وهدرسها في الايزوتوني كونتراكشن لان الايزوتوني كونتراكشن هو الكونتراكشن اللي بيبان فيه اكسترنال وورد هو الكونتراكشن اللي بقدر ارفع فيه لود طب انا هرسم كيرب بنفسي كده واشوف قال لي ارسم كيرب فحطيت هنا الفلوسيتي اوف شورتنينج واللي هي في الهوريزونتل ده حطيت اللي هي اللود اللي انا بتعامل معي وبدأت ارسم كيرب وقادي الكيرب اللي طلع عندي عايز اشوف اتجاهه ماشي ازاي هيبتدي يقول لي الاول هبتدي اتعامل مع البوينت اللي فوق هنا بتمثل ايه البوينت دي البوينت دي بتقول لي هنا ان اللود عندي زيرو اللود عندي زيرو والفلوسيتي عندي ماكسمان يعني ايه يعني ماكون اساسا مش شاي اللود وما عنديش ويت تقيل علي فانا هتبقى حركة المصل او حركة الكونتركشن اللي في العضلة اللي هي ماكسمان فهسميها اللي هي الفي ماكس او ماكسمان فلوسيتي ماكسمان فلوسيتي هنا وبيكون عندها الويت ايكوال زيرو طيب مع زيادة اللود كل ما مامشى دي اللود هنا كان زيرو هبتدي ازود ازود اللود مع زيادة اللود ألاقيني بعمل ايه مع زيادة اللود ألاقي الفلوسيتي بتبتدي تقل 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 لحتى ما الفلوسيتي هي أساساً اللي تبقى zero الفلوسيتي zero هنا في الpoint دي في معها ايه maximum load لود تقيل قوي طب دي معناها ايه دي معناها هنا اللي هي zero velocity of shortening يعني ما فيش shortening في العضلة ده مع ايه مع اللود العالي او maximum load ده معناه اللي هي في isometric contraction يبقى maximum load ادي maximum load و zero velocity of shortening ما فيش shortening يبقى دي isometric contraction طيب الكيرف ده ده كيرف ده هقول عليه كيرف theoretical انا رسمي ليه لانه في بوينت مهمة او تفهمها في الفيسيولوجي لما ارسم الكيرف في الفيسيولوجي فارسم لك الحتة دي داجد داجد يعني ايه يعني اللاين اللي هو يبقى منقض ده معناه انه ما بيحصلش اكتوالي في الفيسيولوجي ليه ما بيحصلش في الفيسيولوجي طيب ما تفكر انت معاي قبل ما انا رضي في حاجة اسمها ويت zero وانت ترفع ويت وتشيله وتعمل contraction طيب ما هو دي حاجة مش ما تحصلش غير احنا تقدرنا وحساباتنا ان لما الويت يبقى zero يبقى عندي maximum velocity يبقى الفي ماكس دي theoretical ليه لان اللوت كان نوت بي zero فيش حاجة اسمها عندي اللوت zero ومع اللوت zero ابقى انا بعمل اللي هي shortening للعضل طيب تاني كومنت على الكيرف اللي هقوله هقول ان مع زيادة الويت نقلت من ويت عشرة عشرين تلاتين أربعين لحد الستين ان كريز الافتر لوت بيعمل ايه في الفلوسيتي بيعمل decrease في الفلوسيتي of shortening يبقى هنا تاني كومنت هتكتبه هقول ان decrease اللي هي او مع زيادة الويت of the load كلما زاد الفلوسيتي of shortening بتقال لحد ما وصل للبوينت اللي هي فيها maximum loot ومعاه shortening يبقى zero ودي معناها ان هنا الcontraction دا كان isometric contraction زي ما قلنا في الكيرف اللي فيه يبقى ايه تأثير الافتر لوت على الcontraction بتاعي على اللي هي الcontraction بتاعة العضلة الافتر لوت مع الcontraction بتاعة العضلة كلما زاد اللي هي الافتر لوت هيعمل ايه ردوا انتوا بقى كلما زاد الافتر لوت هقول اول حاجة اللي هي الvelocity of shortening بتاعتي بتقالي ليه longer time للcross breaches وحركاتها يبقى دا انا شفتها على الكيرف ان احنا هنا decrease the velocity of shortening طيب حصل ايه كمان مع زيادة الافتر لوت خدت اللي هي زيادة الافتر لوت amount of shortening بتبتدي تقل لحد ما بوصل لدرجة ان انا مش قادر ارفع اللوت دا مش قادر ترفع اللوت دا فيديني الكممنت التالي ويقولي ان ويزيد ولو انتوا فاكرين في المحاضرة اللي فاتت لما كنا جايبين الفيمير اللي بتحاول تشيل الصندوق اللي قدامها كان الصندوق دا هنا قلنا لما ببتدي ارفعه او الويد دا برفعه انا في البداية بداية الرفع دا اللي هي ايزومتريك وبعدين اول ما بتدي احركه من مكانه اتحول من ايزومتريك كونتراكشن لأيزوتونيك كونتراكشن كلما اللوت كان زيادة كلما الفترة العمال يزيد بالتدريج هو بيزيد ليه عشان يوصل للدرجة ان التنشن دا يبقى اعلى من اللي هي الويد او اعلى من الريزيستنس اللي بقابلها من نقلة الويد فبالتالي بقول ان انا وصلت لما اوصل للدرجة دي ابتدي احركه احركه يعني ادخل فيه في الايزوتونيك كونتراكشن وانا هنا طول ما الفترة دي طول ملوتي يزيد بالفترة بتزيد لان تبقى عمالة تتشد وعمالة انا ايه اعمل في الجزء اللي هو الكنتراكتاية الكنتراكتاية اللي هي اللي اسمها السرقومير عمالة تقصر تقصر عشان احاول ارفع اللود معيه كل لما زاد الافتر اخبارها ايه قلت اخبارها ايه قلت اخبارها ايه زاد دي الفترة التحضرية اللي قبلها اللي انا بعملها عشان ازود التنشن واقدر احول الكنتراكشن من ايزومتريك لايزوتونيك واقدر ارفع الويت بتاعي يبقى دا اللي هو الفاكتور الرقم سبعة يبقى احنا لو بدأنا هنا بالفاكتورز اللي احنا اخدناها هنقول الفاكتورز دول كانوا عبارة عن ايه نوع العضلة نفسها قلت النوع العضلة هي العضلة دي الوايت مصل فايبر اللي هي كانت الفاست وكل واحد عرفت ليه تاني حاجة قلت فيه حاجة لها علاقة بالستيميلس خدنا وخدنا معها وبعد لما خدنا الاثنين دول عن قلت العضلة دي في حاجتين والفاكتور 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 يبقى المصل والاستيميلس اتنين والتمبريتشر والفاكتور اتنين يبقى كده معايا او اللوت كان عندي وافتر بيبقى كده كملت السبع فاكتور في المصل هندخل في شوية حاجات بسيطة موجودة عندي في الكتاب بقى الحاجات دي الجهاز اللي انا اللي موجودة في العضلة وده بيبقى متوصل ب اللي هي الكاثودري اسوليسكوب اللي يمكن تكون استمعتوا عنه لما قسنا في النور حاجة زي ال الاجهزة اللي هي بس بيبقى خاص هنا اللي هي يقدر يكبرها ويقدر يسجلها فبحط في العضلة نفسها هنا اللي هي متل الكتروتز وببتدي اكبرها وببتدي يطلع لي صورة او رسمة ودي الناس كتيرة هي ممكن تكون بتعملها علشان تسجل او لما تشتكي من مشاكل في المصل ففي حتى نوعين اللي هي النيدل دي بدل ما بتبقى في المصل في ممكن نوع بحط اللي هي النيدل على بتعتي على العضلة من برة وقدر اسجل او او ان انا ادخل في العضلة نفسها طبعا اللي بيدخل في العضلة بيسجل اي حاجة حتى لو كانت اللي هي بسيطة او فاين فده اللي هي اسمه الكترو مايو جرافين طيب في معلومات تانية عن المسكولر هايبيرتفي وطبعا انتو كلكم عارفين الناس اللي بتروح الجيم وبتعمل اكسر سايز وبتبقى بتروح علشان تعمل الشكل ده اللي هو هايبيرتفي هايبيرتفي دي معناها ايه معناها ان المسكول بتاعي زاد وده طبعا من وده الشغل اللي هو بنعمله احنا في الجيم او مش اللي احنا بنعمله انتو بتعمله في الجيم للشباب طيب هو انت لما عملت المسكول هايبيرتفي ده يا ترى ايه اللي حصل فيها ترى انا زودت عدد المسكول اللي موجود في العدلة بتاعتي هيقول لي لأ والله دي حاجة مش قابلة للزيادة مش هتزيد ده انا بزود ايه بزود تب و بزود ازاي ويزيد عندي ازاي فيقول لي ان انا بزود اللي هي البروتينات بتاعة العدلة اللي هي الاكتن وهي هما اللي بيزيد اللي هي اللي فيها اللي بتحصل فبزود الاكتن والميوسين فبالتالي الكروس بريجس بتزيد وبتبقى الفورس بتبقى اقوى وبتبتدي العدلة دي مع الترينينج بيبقى فيها سورس اف انرجي اكتر من اي تي بي وتغزين لايكوجين فبتبقى العدلة دي الفورس بتاعتها بتبقى افضل ده الفيسيولوجيك الهاي بيرت في اللي هو نتيجة اللي دي حاجة ايه دي حاجة اللي هي بنقول عليها اللي هي الحاجة اللي هي المحمودة او الهاي بيرت في اللي هو المحمود مش الحاجة الباثولوجيك طيب في ايه تاني معلومات عندي اللي هي ممكن اعرفها في والحقيقة هنا دي كانت المفروض تبقى معايا في في الموتور فهنا بقول كلمة اساسا ان انت قطعت عن العدلة دي لما قطع للعدلة فمعروف ان العدلة دي يحصل لها ايه يحصل لها يعني يحصل فيها شلل طيب لما العدلة يحصل فيها أو يحصل موضوع الشلل ده ومقدر حرك العدلة بيحصل بعد فترة بيحصل لها اترفي اترفي اتلاقي العدلة حجمها الصغل يعني انت كنت شايف الهايبيرتفي في السلايد اللي فات بتاع الشخص اللي عمال يعمل اكسرسايز لأ ده العدلة بتفقد السلايز بتاعها وبلاقيها فيها اترفي لان في قاعدة في العدلات بنقول ان العدلة اللي هي ما بيستخدمهاش بالتالي اللي هي العدلة دي اللي هي بيحصل لها كلمة اترفي والعدلة اللي انت استخدمتها كتير وعملت فيها ترينينج حصل لها هيبر طيب اللي مكتوب عندي في الكتاب هي عبارة عن ايه هي عبارة عن اعراض لحاجة اسمها muscle fibrelation ويريد تكتب العنوان ده تكتب كلمة muscle fibrelation اللي reaction to denervation اللي مكتوب عندي في الكتاب هي اعراض لل fibrelation يعني ايه كلمة muscle fibrelation muscle fibrelation هي عبارة عن ال spontaneous contraction individual muscle fiber يعني الاقي واحدة muscle fibers فيها contraction spontaneous يعني حصل contraction تلقائي لوحدها من غير ما بعض لها action potential لان اساسا النيرف عندي هناك النيرف مقطوع فهي حصل لها spontaneous activity هي عملت activity لوحدها impulse الوحدها هنا activity فيها والactivity دي عملت contraction وحاجة تلقائية ودي انا ما بشوفهاش بعيني دي انا بسجلها بالجهاز وبحط النيدر وبسجلها طيب وايه اسباب اللي هي ال fibrelation دي او اللي عملت contraction فبيقول لي هنا لما بيكون اللي هو النيرف ده النيرف سليم بيطلع في نهاية النيرف هنا activity receptors اللي على العضلة طيب النيرف هنا هصله ايه هصله قطعة قطعة وتفصل وبقى هنا مالوش علاقة ما بيطلعش style kulin دي العضلة فاحنا في قعدة كده هناخدها في sensory system ان receptors هنا بتزيد sensitivity بتاعتها لما كمية الchemical ستقل يبقى sensitivity في dinervated muscle fiber circulating style kulin يعني حاجة اسمها dinervation hyper sensitivity يعني receptors لما يكون بيطلع لها كمية كبيرة من ال style kulin ألاقيها هنا لها reaction هبقى أعرفه وغير لما يطلع لها كمية قليلة كمية قليلة قوي هي بتزود استجابتها لكمية القليلة كمية القليلة جايلها من جايلها من التي ممكن تحولها فبيحصل diffuse لها diffuse لل style kulin هنا عندي هو الموجود يبتدي يؤثر على الاريا اللي عندي يعني هنا عندي فكمية ال style kulin القليلة تبتدي تأثر على العضلة تعمل في العضلة action potential وبعدين تدخلها في contraction اللي هي الموجود في المصل فهنا دي في زيادة في sensitivity فبسميها كلمة ايه بسميها كلمة hyper sensitivity خلاص يبقى ده ان شاء الله الموضوع ده هيبقى مفهوم اكتر لما ناخد في موضوع تاني وإحنا كلمنا عنه كلمة يعني هي هنا كلمة اللي هي ال شفنا الشخص after death في after death بيحصل ايه بيحصل persistent contraction persistent contraction طبعا مش محتاجة اقول يعني ايه كلمة persistent contraction يعني انا مش عاملة contraction لأ contraction نتيجة ايه والله الشخص بعد الوفاية ما بقاش فيه of energy طب وانا محتاجة للانرجي اها محتاجة للانرجي ليه محتاجة للانرجي لو العضلة دي كانت لان ما فيش ATB جديد ومش هيحصل relaxation فالعضلة دي والشخص ده هيبقى فيه rigidity والرغم ان ما عنديش action potential يعني rigidity او احساسك ان فيه tension في العضلة ده مش contraction لا ده contraction نتيجة نقص source of energy نقص الATB فما الATB محتاجة علشان detachment ومحتاجة علشان relaxation فالاتنين عندي ما بيحصلوش فبدخل في كلمة persistent contraction يعود على طول الشخص في stiffness قال لا والله هي ممكن بعد فترة 15 24 ساعة قال ايه خلاص هي تحول من stiffness الجامد وبالاكس اللي هي المسل بروتين بيتكسر نتيجة البكتيريا اللي هي البكتيريا بتشتعل عليه اللي هي بتعمل التخمر فيه بتكسر اللي هي المسل بروتين فيبتدي يفقد الرجيدتي دي بألاكس طب وانا فايدت ايه الكلام ده كله ليه قعد ادرس ان الشخص لما يموت يدخل الاول في الرجيدتي وبعدين العدرات بتاعته تبقى لاكس وبعدين فيه فترة اللي هي بيعدي فيها قال لدي شغل ده كاتر بتوع شرعي قال لك ده بحدي الفترة بالزبط اللي حصلت فيها الوفاء وبالتالي من الفترة اللي انت بتحددها بتقدر تقول الشخص ده مات بقى له يوم كامل فدور مين اللي كان هو معاه في الفترة دي مش الفترة الناس تقولك مات من الساعة كذا لكذا طب هم حددوا منين حددوا من دراسة بتاعتهم اللي هي العضلات وحاجات تانية كمان بتحدد اللي هي الشغل اللي بقى طب شرعي طيب في ايه تاني في حاجة كنا عملناها في محاضرة من المحاضرات اللي أنا كنت معاكم فيها وما تبقلهاش وقت وقلنا هنبقى نوصل لها بس أنا ركنتها للآخر كلمة طبعا خلاص الناس اللي كانت مذكرها ممكن تكون قرد ان كلمة ده اوتو اوميون اوتو اوميون يعني ايه اوتو اوميون انت واغدين بقى المايكرو بيولوجي واغدين اللي اوتو اوميون يعني حاجة خاصة بجهاز المناعة بتاعي أنا بتاع الشخص نفسه وده ديزيز كورونيك مكانه فيه نيورو ماسكولر جنكشن فبقول كورونيك اوتو اوميون نيورو ماسكولر ديزيز ايه اللي تشينج اللي حصل فيه قالت جهاز المناعة بتاعك هو اللي تكون انتيبودس فبسميها اوتو انتيبودس عملت ايه يا اما تقفل على الريسيبتورس او تغير من شكلها او تعملها ديستركشن الريسيبتورس اللي هي يمين استايل كولين ريسيبتورس استايل كولين ريسيبتورس دي الريسيبتورس اللي كانت عندي فين اللي كانت عندي فيه الموتور اند بليت اللي هي في الجزء ده كان يطلع الاستايل كولين يوصل الريسيبتورس بتاعته عشان ابتدي تالي. الله يبقى المشكلة هنا كانت كانت طالع من جهاز المناع بتاعك. اللي عملت ايه? قفلت على الريسيبتورز بتاعة الاستايل كولين. فبقاش الشخص قادر يعمل في العضلات بتاعته. طيب. في سندروم تانية مكتوبة عندك. بس هنا السندروم دي مش الريسيبتورز هي المشكلة فيها. اللي هي المشكلة عندك فين? في الكالسيوم. الفولتج جياتة كالسيوم. طيب حد يفكرني بالفولتج جياتة كالسيوم. والله لما كان بيوصل كان المفروض بيفتح ايه? كان المفروض بيفتح الفولتج جياتة كالسيوم اللي موجودة فيه الترمنال اند. ولما كان بيفتحها كان الكالسيوم ده هو اللي بيدخل. هو اللي بيخرج الاستايل كولين بالبروسس فبالتالي بيقل خروج الاستايل كولين. يعني في الميثينيا جريفز كان خارج بس الريسيبتورز هي اللي فيها المشكلة. لكن اللي هي اللامبرت سندروم اللي هي عندي هنا ده بقت العكس. بقت هنا الاستايل كولين هو اللي مش قادر يخرج عشان المشكلة في الفولتج جياتة ده كالسيوم. طيب دي كده سندروم موجود عندك في الكتاب. بس بيرجع يتكلم ويقولك الميثينيا جريفز دي الكاركترز بتاعتها ايه? اللي فيه في المصر وفيه العيان ده اللي هي بيبقى العضلات بتاعته ضعيفة وسهل ان هي تتعب بسرعة. والديزيز ده بييجي فيه فترات بيبقى فيه يعني بيبقى قوي والعيان تعبان جدا. وفي فترات بيبقى هادي فيها شوية. طيب الدزيز ده هيسيب مين? قال والله هيسيب كل الاعمار وهيسيب اللي هي يعني ما فيش فرق. بس هنا قال ان هو لما يسيب الفي ميل فهنا بيسيب اليونج في ميل او اليونج وومن اللي هي اقل من اربعين سنة. لكن في المين بيجي لهم في السن اللي هو اكتر من ستين سنة. لكن ممكن يحصل عند اي سن ما فيش فرق. طيب والسمتمس بتاعته بتكون عبارة عن ايه? بيبتدي بويكنس في الفيشيال مصر. وبعدين فيه اللامبس. وبعدين خطرته لما بيوصل ليه? ريسبيراتوري سيستم يعمل ويكنس فيه ريسبيراتوري مصر. طب بالتفكير كده الدزيز ده ممكن اعالجه بايه? دزيز ده كانت المشكلة بتاعته ان الريسيبتورز فيها مشكلة. طب لو انا زودت كمية الاستايل كولين اللي موجودة عندي بحيث ديها فرصة انها تبقى بايند بالريسيبتورز وتسيطر على الريسيبتورز مش يكون افضل. فهقول هنا ممكن اعمل ان انا بدي حاجات تمنع او ليه? يعني امنع الشغل بتاع الاستايل كولين يعني الاستايل كولين استريس. طيب الاستايل كولين استريس ده كان وظفته ايه? استايل كولين استريس ده كان بيكسر الاستايل كولين فهنا ما كانش بيدي له فرصة ان يبقى موجود بكمية كفاية اللي ممكن تأثر على الريسيبتورز اللي عندي وتعمل نورمال اكتيفتي. فالدراجز اكيد واخدينه في الفارما او يمكن تاخدوه في الموديول اللي جاي اسمه نيوستجمين. نيوستجمين ده بيعمل الاستايل كولين استريس. والاستايل كولين استريس ده الانزايم اللي كان هي اقصر الاستايل كولين. فيحصل اكيوميليشن لكمية كفاية من الاستايل كولين انها تقدر توصل لريسيبتورز وتأثر عليها. طيب لو واحدة واخدين اوتونوميك اللي هو هلما هتاخدوه في الموديول الجاي هيقولك اوه هتدي كوريري. هو مين الكوريري ده? ده الدراج اللي هي بيعمل بلوك لنيورو ماسكولر جونكشن. هعرف ان شاء الله في الموديول الجاي ان انا عندي ريسيبتورز اسمها اللي هي النيكوتينيك هنا اسم ريسيبتورز نيكوتينيك ريسيبتورز. والكوريري بيبقى ده كومبيتاتيب انهيبشن مع الاستايل كولين ريسيبتورز. يعني ايه كلمة كومبيتاتيب انهيبشن? يعني لما يبقى موجود يزاحم الاستايل كولين على الريسيبتورز بتاعته. فما يخليهوش يوصل ليه المصل ولا يعمل ده بولاريزيشن. فده الكلام ده والسلايد ده اكيد هنفهمه ان شاء الله في الموديول الجاي مع الفارما. الكيس بتاع ترميسيني دي انتو بتاخدوها اساسا ككيس عندكم في الموديولز وبتمتحنوا عليها لوحدها. بس حبينا نحطها معانا في الفيسيولوجي. اه كحاجة تديك باكجراوند او فيسيولوجيكال باكجراوند عن الكيس. وتريد انت هتكون اكتر او السلايد ده هيكون اكتر مع شغلكم في الفارما. طيب كان في سؤال اخير للزميلة اللي سألت وقالت من ضمن الاسئلة بتاعتها كانت بتقول ليه? الموتور اند بليت اللي هي الارية بتاعت العضلة دي اللي هي سميتها موتور اند بليت بيحصل فيها جريدت بوتينشيل. ليه ما بيحصلش فيها اكشن بوتينشيل زي بقية المسل فايدة. شوف الشرط هنا ان الاكشن بوتينشيل انشيتت only in portion of membrane اللي بيكون في اباندنس للفولتج جيتد صودية متشانلز. يعني في صودية متشانلز هنا تكون فولتج جيتد التشانلز يكون عددها كبير استيميوليتد بدي بولورايزيشن اللي هي هنا لانها فولتج فهنا استيميوليتد باللي تشينج في الميمبرين بوتينشيل فاقول عليها الفولتج جيتد صودية متشانلز. فيكون عدد كبير فاقدر هنا لو فاكرين اللي هي الفيدباك ميكانيزم واخرج صودية كتير كتير واوصل للثريشول ديليفل واعمل اكشن بوتينشيل اللي هو بالكامد بتاعي فده يحصل فيه الميمبرين لكن الاريا اللي بيحصل فيها كلمة جريدد بوتينشيل دي اسبيشيلائز ديان في جسمي يحصل فيها جريدد بتينشيل. الريسبتورز اللي موجودة او تشانلز اللي موجودة في الاريا ضي بقول عليها انها كيميكال او مإمكانيكال جيتد تشانلز. يعني ايه كيميكال؟ كيميكال زي اللي هي الكيس اللي عندي ان يطلعißtيل كولين يفتح التشانلز ضي فالتشانلز ضي فالتشانلز ضي او اللي هي اللي جند فقول عليها اللي هي او زي ما هاخد في اماكن تانية تفتح بالميكانيكل اللي هي فالاريا اللي هيكون ما فيهاش سودجم اتشانلز كتير ولا اللي اتشانلز عندي فتحت بكيميكل سيجنال الاشارة بتاعتها كات كيميكل لان ده اسطايل كولين والشانل اللي هي اللي جند اتشانلز فهقول انها هتعمل بتنشل البوتنشل ده سميته كلمة جريدد بتنشل يبقى الموتور اند بليت عملت جريدد بتنشل والجريدد بتنشل جينيريت ان رسبونس تو انكومن كيميكل سيجنال لكن الاكشان بتنشل كان تريجرد باي دي بولايزينج ايبنت او دي بولايزيشن فهنا فيه اماكن مخصصة وفيه عندي هنا دي المكان مخصص اللي حصل فيه موتور اند بليت ومع كل مرة هتدرس في سيولوش هجيه اقولك المكان ده ان شاء الله في نيرو ساينس 1 في الموديول الجاي على طول هيقول الريسبتورس والسينابس دي اماكن ليه الجريدد بتنشل دي اماكن بيوصلني كيميكل سيجنال وبتفتح والجريدد بتنشل ده اللي هو هيبقى هيبقى هو اللي هيسبب الاكشن بتنشل يبقى انا عندي هنا جريدد بتنشل استفدت منه ايه استفدت منه انه هو هنا لما يحصل جريدد بتنشل هو اللي انشييت الاكشن بتنشل ان المصر الممبرين يبقى اكت لايك استيميلوس انشييت اكشن بتنشل يبقى لما حد يقولك جريدد بتنشل انا مستفدتش منه حاجة لا ده انت استفدت منه حاجة ده هو اللي فتح اللي عمل والاكشن بتنشل والاكشن بتنشل هو اللي بروبا جيتد طب هو جريدد بتنشل كان ايه كان بتنشل وقلنا ان هو بيتجزع على حسب والديريشن بتاعته بتختلف على حسب وملوش يبقى كان إنما هنا في كل ده ده البوتينشيل أول ما وصله أعمل أكشن بوتينشيل كامل يبقى الأكشن بوتينشيل ده بروباجيتد كلمة بروباجيتد يعني يمشي مسافات طويلة ما جيش هنا أقول إن أنا نقلته من النقطة دي للنقطة دي فجريدد بوتينشيل يبقى بروباجيتد لا مش بروباجيتد لما مش مسافة صغيرة وخلاص ضغي قوت بيختفي يبقى ده مش بنيه مش بروباجيتد يبقى ده بالنسبة للسؤال اللي قالته زمرتنا وكان بتسأل ليه الموتور اند بليت يبقى جريدد بوتينشيل يبقى جريدد بوتينشيل بكيميكال سيجنال وفتحت لكن الاكشن بوتينشيل محتاجة فولتج جيتد شانلز بكتيرة ويبقى الإشارة عندي اللي هي دي خلاص استفدت إيه من الجريدد بوتينشيل هو اللي إنشيئت الاكشن بوتينشيل في الاريا اللي يبقى فيها الفولتج جيتد اللي هي السلمين برين عندي العدين كان في سؤال لها تانين اللي هي يعني ايه كلمة مصل تون ان شاء الله هتناخده برضو مع الموتور لما فهم يعني ايه كلمة كونتراكشن كونتراكشن يعني التنشن عالي قوي لكن انا عندي تون في العدلة تون في العدلة اللي هي المينيمال كونتراكشن تون في العدلة لأن انتي وانتي المصل بتاعتنا وإحنا مسكنها مش حاجة لاجس مش حاجة سايبة مش حاجة فلاسد لا فيها سم سورت أوف تنشن فاللو تنشن ده اللي بسميه كلمة تون وإن شاء الله مع الموتور سيستم هنفهمها أكتر وكده يبقى هي المحاضرة بتاعتنا إن شاء الله النهاردة خلصت ويا رب ما تكونش طويلة عليكم ما يكونش الكلام فيها صعب أنا حاولت إن أنا ألمها شوية أو إن تبقى فيها باكجراوند عندك شوية طولت المحاضرة لباكجراوند دي لكن إنت في النهاية لما بيكون عندك الكلام اللي مكتوب في الكتاب فأنت بتلاقيك بتحفظه بسهولة بتمنى منكم أن إنتوا تذكروها بتمنى منكم أن إنتوا تبعاتوا أسئلة أن إنتوا تسألوا لما هتبعاتوا أسئلة ممكن أعمل لكم إجابات عليها مثلا في باور بوينت أو في أثر فيديوز عايزين يكون فيه تواصل مش مجرد إن أنت سمعت المحاضرة وخلاص لأ ياريت يكون عندكوا أسئلة وتبعتوها وتدونا فيه إدباك عن المحاضرة ربنا معاكوا وتكملوا مساكرة المصر إن شاء الله والمجيوب بتاعنا بتاع المصر ترجمة نانسي قنقر